موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم عليه الصلاة والسلام سلموا عليه وصلوا عليه معاكم أحمد شديد أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد في قناتي هذا الفيديو حيكون عبارة عن دورة كاملة متكاملة في الفوليوم بروفايل لكن شوي ثواني ارجع شوي هذا الفيديو رح يكون هو الفيديو الوحيد اللي انت رح تحتاجه عشان تحترف الاستثمار والتداول سواء كان استثمار مدى طويل أو مضاربة يومية في سوق المال سواء كان عملات فوركس أسهم سعودية أسهم أمريكية أسهم ألمانية أي شيء هذا الفيديو هو الفيديو الوحيد اللي رح تحتاجه سواء كنت أنت محترف تحليل فني سواء كنت أنت محترف مضاربة وتداول سواء أنت أصلا ما دخلت يعني حتى لو أنك أصلا ما دخلت في السوق ولا دولت ولا مره ولا بعت ولا شريت ولا حتى بتعرف شو يعني شمعات ولا حتى تعرف شو الكاندلز الأحمر الأخضر يعني ما بتعرفهم أصلا ولا مروا عليك برضو هذا الفيديو لك في هذا الفيديو رح أخذك من ألف لياء هذا إن شاء الله رح يكون الفيديو الوحيد اللي رح تحتاجه عشان تعرف إيش الطريقة الصحيحة إنك تبيع وتشتري وتضارب لأنه إحنا بالآخر بدنا نعرف من وين نشتري من تحت ومن وين نبيع صح؟ نشتري من تحت ومن بيع من فوق في هذا الفيديو رح أعلمك كل الاستراتيجيات المتوفرة على الفوليوم بروفايل وإضافة عليها رح أضيف لك برضو في هذه الدورة استراتيجيات تم تطويرها من قبلي من خلال الفترة الماضية الاستخدامي لهذه المؤشرات أو خلني نحكي لهذه التقنية لأنها صراحة تقنية عجيبة هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى رح يغير حياتك في التداول وأنا هذي بتكلم عن موضوع في التداول لأنه أنا عارفك أنا فاهمك أنا حاس فيك وانت حاسس فيي فأنا عارف شو يعني إنه نحلل ونبيع ونشتري وندخل وما تصبط معنا الصفقة فكل إشي يقلب طب أنا حللت طب أنا استخدمت كذا إيلي ست سنين بتعلم إيلي ست سنين خبرة لأي مصابط مع السوق أنا فاهمك وحاس فيك وأنا عارف اللي انت حاس لأني كنت زيك وعارف اللي انت حاس فيي يعني I got you bro ففاهم الموقف وفاهم اللي عم بسير لذلك حبيت إن أقدم هاي الدورة مجانية تماما لكل الإخوة العرب المتداولين في العملات الرقمية المتداولين في الفوركسة المتداولين في الأسهم هذا الفيديو إلكم ولو الشباب اللي بدها تدخل جديد في السوق يعني انت لسه ما دخل في السوق ومفكر تتداول في السوق الأسهم السعودي الأمريكي الألماني أي سوق في حياتك أي سوق موجود على كوكب الأرض هاي الأداة راح تفيدك وهذا الفيديو راح يكون الفيديو الوحي يتحتاجه تمام؟ فصراحة زكاة للعلم اللي الله سبحانه وتعالى رزقني اللي هو علم الـ Volume Profile ويسر لي الأشخاص اللي أتعلم منهم الكتب اللي أقرأها يسر لي أني ألهم وأدور وألقى هذا العلم فزكاة له أني حقدم هذا العلم مجانا تماما تماما ما بدي منكم أي شيء أي شيء ما بدي أبدا الإشي الوحيد اللي أنا بطلب منكم اللي هو زكاة للعلم اللي أنتوا راح تتعلموا بعد ما نخلص هذا الفيديو إنك تنشر هذا الفيديو بقدر المستطاع على جروبات الواتساب على التليجرام على تويتر إنك تحاول تعلم الناس هذا الموضوع موضوع مش مبدأ إنه أنا بدي شهرة لهذا الموضوع الموضوع والمبدأ والني عند الله سبحانه وتعالى إنه نفتح باب رزق على ناس لأنه تعرفين كيف الحياة صعبة وعرفين كيف التداول صعب وأنا فاهم الموقف وكنا فاهمين الموقف وهذا الفوليم بروفايل راح يكون أداة تفتح على بشر بحجم ضخم جدا بعدد كبير جدا تفتح عليهم باب رزق كبير فإذا أنت فتحت باب رزق على شخص غيرك طيب شباب بالأول أعرفكم بشكل سريع عن نفسي معاكم أحمد شديد مؤسس صندوق عرب فوليو كابيتل اللي هي عبارة عن أكبر صندوق استثماري حاليا في العالم العربي يتخصص فيه استثمار في العملات الرقمية متداول في سوق الأسهم من سنة 2016 من أول 2016 بدأت بسوق أول ما بدأت بألفين وطلعت عشر وبعدين شوي بالفوريكس بألفين واربع عشر بس ما ماشى معي بألفين وستطاعش بدأت بسوق الأسهم الأمريكي ناس داك وكنت متداول يعني بشكل يومي في سوق السوق الأمريكي ودخلت في بسموه الشباب اللي بتعرف في السوق الأمريكي وبعدين بأخر بأول 2017 بأخر 2016 شاريت بيتكوين كان سعره 900 دولار بس شاريته من صرافة ATM وضيعت الورقة اللي بيعطوكيها اللي فيها البرايفيت كي كان حقه 900 دولار فراح علينا البتكوين 19 ألف وصل حقه عكل حال وهو مش بيتكوين حتى أكتر من واحد فهذا كان بألفين وستطاعش أول مرة شاريت فيها بيتكوين بشهر مارش 2017 شاريت إثيريوم لما كان 23 يورو وبعديها يعني كنت مستثمر بس على المدى الطويل في العملات الرقمية لكن بتداول أسهم يعني بعد ما أخلص شغلي أنا كان عندي شركة ناشئة فبعد ما أخلص شغلي بالليل لأنه بفتح سوق كنا في السعودية أو في أوروبا بغض النظر بفتح سوق بالليل يعني بعد العصر فبكون أنا خلص شغلي فكنت أجلس بفتح سوق الأمريكي ببدأ أداول وبطلع لي مصروف شهري مصروف أسبوعي وبخلص هذا الكلام ضل لآخر لنوص 2017 في نوص 2017 اتغلت في شركة استثمارية وكنت أنا مدير الصندوق الاستثماري الخاص بالأسهم الأمريكية وطبعا هي شركة عبارة ما يسموها private equity فهي الشركة يعني بتستثمر بشركات تانية وتشتري شركات وتبيع شركات لكن كان في عندهم شوية فلوس على جنب فكننا نستثمر فيها في الأسهم الأمريكية وأنا كنت ماسك الصندوق الاستثماري في الأسهم الأمريكية أو ماسك المحفظة خلينا نحكي وفي هذيك الوقت كنت بشغل الالغوريثم بسموها HFT High Frequency Trading إشي بتداول أكثر من ألف صفقة بالثانية يعني عبارة عن برمجية كمبيوترية بتفتح أكثر من ألف صفقة بالثانية فهذا كان تركيز شغلي كله في الأسهم الأمريكية بآخر 2017 اشتركت هاي الشركة وبديت أنا أشتغل لحالي في العملات الرقمية بديت أداول بعد عطلة راسس بعد New Year's Eve 2018 يعني بنفس اليوم بعد يومين بديت تداول يومي في العملات الرقمية ومن هداك اليوم لليوم وأنا متداول بشكل يومي في العملات الرقمية وبتداول طبعا في الأسهم الأمريكية على جنب لكن أنا متداول بشكل أساسي في العملات الرقمية فكان كل تركيزي طبعا على البيع والشراء والمضاربة لما بديت بديت في أو يعني من أول ما بديت بديت في التحليل الفني وهذا الاشي اللي ما بدي اياك ابدا اذا انت ما بتعرف شو يعني تحين فاني ابدا انك تفكر انك تتعلم شو انسى انسى المصطلح هذا كامل صراحة بتمنى بتمنى اني ارجع في الزمن وارجع ل 2013 اول مرة بديت فيها 2013 يمكن 2013 لما بديت في الباناري اوبيشنز اي طبعا باناري اوبيشنز حرام انسوها انا بس بديت ما كونش فاهم اصلا بس بتمنى من اول يوم بديت تداول فيه حقيقة هو اول يوم بديت تداول في سوق الاسهم امريكي 2016 بتمنى بتمنى اني ارجع في كل هذا الزمن وبس بس اتعلم الفوليوم بروفايل فانا بدي اختصر عليك كل الطريق كل اللخبطة اللي تلخبطة انا في حياتي وبدي اعطيك الخلاصة فيعني نصيحة مني انك تاخد هاي الخلاصة ولا تشتت حالك بشغلات تانية نصيحة مني انا جربت كل اشي كل اشي بيخطر عبالك يعني كل اشي حتتعلمه في يوم من الايام لو قررت تعلم التحليل فاني انا تعلمته وجربته وحكيت لك يعني انا كنت مشغل جهاز ببيع ويشتري اكتر من الف مرة بالثاني فيعني هذا اصلا لسه علم تاني وبيعتمد على خواري وبيعتمد على دخول سيولي وطلوع سيولي ومليون حاجة وحاجة وأوردر بوك ولما انت ترسل أوردر انا بلقطه منك يعني كان اشي كومبليكيتد لابعد درجة فما خليت اشي في التداول الا تعلمته فكل اشي جربته فالان انا بقعطيك خلاصة بعطيك ايش اللي انت لازم تتعلمه والان اعرف يعني اغلبكم طلاب القلب لسه واحد يعني واحد يعني ما معك يعني كم بده يكون معك ميت générين دولار ألف دولار ألفين دولار تلاتين ألف另40 ألف دولار أنا كنت أمحدث في صندوق وفي صندوق الحالي ستداول فيه فوق المليون دولار أنا البمب بدخله فيه بخمسين ستين ألف دولار فأنا أعطيك الخلاصة بأعطيك الخلاصة التي لازم تتعلمها لأن هذا هو الذي سيساعدك في أن تنقل حالك من المنطقة التي استمتع فيها من الألف دولار للمليون دولار لو تربح كل يوم 2% من الألف دولار مركبة 2% 2% 2% 2% 2% من المبارح بعد 365 يوم يصير رأس مالك من ألف دولار 1.3 مليون دولار المليون و300 ألف دولار لو بتربح ربح مركب يعني اليوم 1020 دولار 1040. اه اثنين بالمئة من الصفء من 1040. بعد 365 يوم تداول او 365 صفقة بدون خسارة طبعا ستوصل لمليون دولار. لكن هذا بشي كيف رح توصله اذا انت ما بتي عرف الطريقة الصحيحة للتداول. فانا ب킨 اعطيك الخلاصة واعطيك يعنيصافي الموضوع. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أول إشي في هذا الموضوع بدي أفهمكم شوي كيف السوق بيشتغل تمام 96% من العالم بيمتلك 4% من البتكوين في السوق تخيل يعني كل الناس هاي اللي شايفها أنت في السوق بتشتغل وبتبيع وتشتري بيمتلكوا بس 4% من كامل السوق طيب 96% الثانية من السوق مين بيمتلكها؟ بيمتلكها 4% من المتداولين يعني في كل 100 شخص أو عفوا لو نعتبر العالم 100 شخص 4 منهم هم اللي معاهم 96% من فلوس العالم كامل تخيل فهدول 4% هم الحيتان ف96% تمتلك من من الـ 4% اللي هم بالدول في هذا السوق لذلك إذا أنت عندك سؤال طب هلأ الحيتان رح يوقفوا استخدام هاي الأداء لا هاي الأداء أصلا هم أصلا يعني بعضهم بستخدمها بعضهم ما بستخدمها بس هاي الأداء شو بتعمل هاي الأداء بتوريك حركاتهم هم تمام؟ لأنه هدول ما بقي لما يبيعه يشتري هو أنت بتفكر قاعد بيبيعه يشتري إلك أنت ما بتسوى إلا 4% من السوق هو ببيعه يشتري للناس اللي زيه الكبار اللي بالمئات الملايين لأنهم اللي بتحكموا في السوق يعني البيتكوين بنط من من ستة ألاف لتمنة ألاف مثلا كيف؟ واحد دخل بمئتين مليون أو بمئة مليون نط السوق طيره العملات لما تطلع مئة بالمئة ومئتين بالمئة وثلاثمية بالمئة لما تطلع خمسين بالمئة واربعين بالمئة مرة واحدة كيف تطلع؟ فالحيتام بتحكموا في السوق هذا الإشيء أنت بدك تستسلم إليه إحنا لما كنا شغالين HFT الـ High Frequency Trading لما كنا مشغلين جهاز يشتغل في سوق الأسهم تعرف أنه 70% من سوق الأسهم الأمريكي تداوله لا يتم عبر إنسان؟ تعرف؟ أكتر من 70% HFT زينا كنا إحنا يعني تخيل أنا جهاز ببيع لجهاز الأجهزة يعني بتتضالب مع بعض هي بتعمل التريدينج مع بعض لدرجة أن الأجهزة صارت يعني أوريك وين السوق صار لدرجة أن الأجهزة صار فيها ذا كأس طناعي أنه يصيروا يخدعوا بعض تخيل مرة صارت ما حطلها صورة بس مرة بتذكر بـ 2014 يمكن صارت زي طوشة طوشة بين جهازين HFT هم أجهزة تمام؟ ضلوا ينزلوا يتضاروا مع بعض يتضاروا مع بعض نزلوا سعر السهم 20% تخيلوا بس جهازين بتقاتلوا مع بعض فالسوق الريدي بتتحكم فيه ألغارثميات وتتحكم فيه أجهزة وبتحكم فيه حتان فهذا الواقع حاليا هذا هو الواقع فبدك تستسلم لهذا الواقع خلص يعني this is reality man فكيف بدك تتداول مع هذا السوق كيف شو الأدوات اللي انت بتتستخدمها تتداول مع ناس أذكية بهذا بتتداول مع أجهزة مع بليونيرية شو اللي بدك تعمله فالفوليوم بروفايل عبارة عن أداة بتورينا وين البيك موني المليونيرية الكبار هاي وين الأجهزة هاي بتشتري وين بتبيع بتورينا وين المناطق اللي دايما بيشتروا منها واللي دايما بيبيعوا منها تمام فحتى لو أربع من ميل اللي احنا الأربع من ميل من العالم تعلمنا الفوليوم بروفايل ما حيتغير السوق وحيظل الفوليوم بروفايل شغال فلا يعني لا يهمك انه هاي الاستراتيجية حيبط ما ما في حتظلها شغالة فإياك انه يهمك هذا الموضوع فالمشكلة الموجودة عند ناس هاي اللي معاها رؤوس أموال شو ايش أكبر مشكلة موجودة عندهم انها معاها رؤوس أموال كبيرة هاي مشكلتهم فما يقدر يتحرك بدون ما تشوفه ما بيقدر يبيع 20-30 مليون بدون ما تشوفه ما بيقدر يشتري 50 مليون بدون ما تشوفه بدك تشوفه غصبة عنه فهاي هي ميزة الفوليوم بروفايل التحليل الفني في ايش يسموه التحليل فني شباب عبارة عن علم ما بيشتغل عبارة عن علم عشوائي هذا التحليل فني عبارة عن تنجيم تعرف التنجيم لما تطلع وتقول والله برج الجوزاء اليوم مزاجهم حيكون سيء. هذا هو التحليل الفني. في اذا في يوم من الايام مر عليك التحليل الفني بديك تبعد عنه وتنساه اصلا. ما ما تفكر فيه ولا تجرب تتقربش. حرام تقرب عليك. لا تقرب. انا بحرم عليك تدخلش. تمام? ما تدخل ولا تفكر حتى تعلم التحليل الفني. واذا بتعرف التحليل الفني لو سمحت. كل اللي بتعرفه عن التحليل الفني. اكتبه على ورقة. جعلك الورقة زي هيك. مزعها وكبه في زبالي. ما فائدة تماما. وهلا ستشوف. حلو. شغلة الثالثة. اياك تفكر في يوم من الايام انك تتعلم الفوليوم بروفايل. بعد ما تتعلمه. وتستخدم معه RSI والMACD والSAR والموضوع الموجودة عندك. طبع هذا للشباب اللي بتتداول. فاذا بتفكر اصلا انك تستخدم اي واحدة من هاي الانديكيترز. اطلع. اطلع من هلا بحكي لك. ما حينفع. ما حينفع. ما بس تشتغلوش. هاي شغلة. الشغلة الثانية. اذا تعلمت الفوليوم بروفايل. ولساتك الانديكيترز والتحييل الفني العادي. الانماط وكذا. اهل الناس التي تعرف في الشغل. يعني انت لسا ما تعلمت الفوليوم بروفايل صح. فبدك ترجع تشوف هذا الفيديو اكتر من مرة لغاية ما تتقن الفوليوم بروفايل. الفوليوم بروفايل ما حتحتاج معه اي اداة تانية. اي اداة تانية. هاي شغلة. الشغلة المهمة كمان بدياك تنسى الانماط اللي انت بتعرفها في التحييل الفني. يعني شمعة كذا. علم كاس وابصر ايش. انساها كلها. هذا كلام فاضي. ما له ما. انساها. لازم تنساها. ولازم تعود عقلك انه ما يشوفها. لانك اذا بتشوفها رح تخرب على حالك التداول. انتبه. خط ترندلاين خط انتبه. هذا هيخرب عليك تماما. لو انك بتستغلم وبتتذكرها. انتبه انتبه انتبه. يعني هذا الاشي انا تعبت منه لانك بعرف تحييل فني. فبضل اربط يعني انتبه انتبه تعمل هادا الاشي لانه غلط. فحاول بقدم وسطاع تنسى ابدا ولا تفكر انماط رأس وهدن شو انسا انسا انسا. ما فيش اشي بشتغل هون. ولا اشي من اللي انت بتعرف وبشتغله بسوق. ولا اشي ولا اشي كله عشوائي. وفي دراس عملتها جي بي مورغان انه كل التحييل الفني وكل ارباح عشوائي تماما. عشوائي تماما. يعني كل ارباحك اللي انت ربحت عشوائي تماما. هذا اذا انت اصلا ربحان. لو انك ربحان ما بتجي بشوف هذا الفيديو. ولا انا لو اني ربحان ما كنتش اصلا تعلمت الفوليوم بروفايل. فنظل في الحقيقة. هلأ الشغلة اللي انا بدي اذكرها اللي هي مهمة. شباب. هلأ انت بتفكر انه جي بي مورغان ولا الشركات الضخمة هاي بمئات الملايين. بيجيبوا ناس بشغلوهم اربعمية وخمسمائة الف وستمائة الف دولار بتفعوله بالسنة. وبتفعوله راتب بالسنة تلاتين اربعين الف بالشهر اربعين الف دولار. بتفكر انه هذا جاي عشان يرسم خط في بوناتشي وخط الترندلاين. يعني بالعقل. لا طبعا. فاللي انت الناس اللي انت بتنافسهم في هذا السوق. ناس اذكى منك بكثير. فاذا ما عندك الادوات الصح. اذكى منا كلنا. فاذا ما عندك الادوات الصح انك تشتغل ضدهم هتخسر. لانه بالاخر هذا السوق. انت مدامك انت ربحان في واحد خسران فلوس. فكيف بدك هي حرب كيف بدك تفوز عليها؟ بدك تفوز باستخدام الادوات الصحية. فالفوليوم بروفايل هو الاداة اللي انت راح تحتاجها. هلا فيه شغلة مهمة. التداول بتكون من ثلاثة اشياء شباب. يعني تعرف كيف تتداول اللي هو الفوليوم بروفايل. اللي هو ادارة رأس المال. اللي هو كم تستخدم من رأس مالك في الصفقة. كم ما تخسر. يعني كيف تتداول زي الكازينو. الكازينو اللي هو بيت القمار. بيت القمار كيف بتداول. المستحيل بيت القمار يخسر صح دايما فائز. طب ما بدفع ملايين الناس. طب كيف دايما فائز عندهم نظام ادارة مخاطر. هذا شي ما حكي فيه في هذا الفيديو ولا ححكي عن السايكولوجي. الفيديو هذا على النوهاو. اول شي بتعرف النوهاو. وان شاء الله حيكون في اللينك في الدسكريبشن بعد مسبوع اشي زي هيك. او انا حنشروا عندي في قناة التليجرام. يعني ضرور انك تتابعني في التليجرام عشان وتعمل سبسكرايب للقناة. حنشر فيديو على إدارة المخاطر. كيف تكون مضمون انك ما تخسر. وعا السايكولوجي النفسية. كيف تضبط نفسيتك. كيف ما تكون مندفع. ها كلها اشي تاني. علم تاني ينحكي فيه. هذا الفيديو اليوم على النوهاو. طيب ازاي. التحليل الفني. التحليل الفني تبداة من 1724-1800 ميلادي. شوفوا ما اقدموا. بدأ من واحد ياباني اخترع الشمعات اللي احنا مشوفها الاحمر والاخضر هاي انت ما بتعرف شوي الشمعات. فا اخترع الشمعات هاي وبدأ للتحليل الفني بدؤوا بالاتحليل الفني الاساسي الباترنز ب 1920. طلعوا الباترنز ب 1920. الانديكيترز اللي هاي عبارة عن مؤشرات بتقرألك السوق ب 1930. الاليوتويف ب 1920. وبعدين ما في تطور 2013 استنوا شايفين فكيف انت بدك تنافس اجهزة دكاء اصطناعي وماشين ليرنينج وفيها نورال نتورك فيها مليون حاجة معقدة بهاي الادوات كيف ما حتقدر لذلك باختصار هذا العلم وليهو التحليل الفني ممكن كان يشتغل زمان الان ما بيشتغل تمام والاساس اللي قبله طب اصلا التحليل الفني على ايش مبني لما انت تجي تحلل لما تيجي تحكي نمط علم طب شو يعني ليش اجي نمط العلم شو السبب فهذا هو وبيحكي لك ليش صار انت بتعرف الاساس مش بتعرف الوجي انت بتعرف الكور الاساسي فهذا ميزة الفوليوم بروفايل الفوليوم بروفايل بيشتغل على اي اشي على الفوريكس على الناس داك اللي هو اسهم الامريكية على سوق تداول السعودي سوق الكويتي الاماراتي وين ما بدك على العملات الرقمية اي اشي في شامعات سوق الافوليوم بروفايل اداة تستخدم عليه لاي تايم فريم خمس دقائق عشر دقائق مضاربة استثمار مدى طويل اي اشي الفوليوم بروفايل تستخدم لكل اشي تمام نبدأ هلأ بشكل سريع بشكل سريع شو يعني الشمعات لما أنا نجيب لك شارت زي هيك شو هاد هذا عزيزي بسيط جدا عندك شمعات حمرة وشمعات خضرة الشمعة الحمرة يعني نزول في السعر الشمعة الحمرة دائما بتفتح من هون هاي بتعرف انها شمعة حمرة احنا فتحنا هون فتحنا هون بدنا من اليسار طبعا فتحنا هون الشمعة طلعت لفوق تمام لما تطلع لفوق خضرة لانها فتحت تحت طلعت فوق صارت خضرة بعدين رجعت نزلت تحت النقطة اللي فتحت منها بتصير حمرة على طول وبين تنزل 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 لهون حلو ما سكرت هون لسه رجعت طلعت لفوق سكرت هون حلو طيب لما تسكر الشمعة هون شو بيصير هون لانها ما سكرت فوق فتركت ذيل وراها من سميه ويك أو شادو وهون لانها ما سكرت تحت فتركت ذيل هون كمان. منسميه ويك او شادو. وين سكرت هون? حلو. فهاي الشمعة بتمثل سعر. السعر بكون هون. عشرة دولار عشرة تسعة فاصل خمسة تسعة فاصل اربعة تسعة فاصل ثلاثة تسعة فاصل واحد. تمام? سكرت الشمعة هون. خلال المدة الزمنية. يعني مثلا هاي الشمعة الوحدة احنا ممكن نختار. بدنا الشمعة الوحدة يتمثل خمس دقائق عشر دقائق عشرين دقيقة. فمثلا اذا خمس دقائق خلص. خمس دقائق بس بيظل هاي الشمعة بتطلع بتنزل بتطلع بتنزل بتطلع بتنزل لغاية ما تسكر. خلص خمس دقائق او متخلص خمس دقائق بتسكر الشمعة. اذا سكرت تحت النقطة اللي فتحت منها بتسكر حمرة. سكرت فوق النقطة اللي فتحت منها بتسكر خضرة. المهم لما تسكر الشمعة اللي بعدها بتفتح مكان الشمع عند نفس خط السعري على المكان الشمعة اللي سكرت. يعني هاي الشمعة الحمرة سكرت هون. صح? اجت الشمعة اللي بعدها. خلاص هاي الخمس دقائق اللي بعدها. تمام? فتحت هون. طلعت لفوق خضرة طبعا. ليش? لانها فوق النقطة اللي فتحت منها. طلعت لفوق خضرة. طلعت كمان لفوق خضرة. بس ما يعني ما خلصت خمس دقائق وما سكرت الشمعة هون. رجعت نزلت لهون. صارت حمرة صح? لانه هون خط الفتح. نزلت هون صارت حمرة. نزلت نزلت ما سكرت هون. رجعت فتركت ذيل هون وتركت ذيل هون. وسكرت وين? سكرت شايفتُ هون فتحة هون ، سكرت هون هاده فتحتَ هون مرح تفتح مكان إغلاق الشمعة الأخيرة هذا هو مشاركة شارت معها شارتك انظروا كم الشمعة طلعت الأفوق طلعت تلطى لهان. بعدين ما سكرت سننتج 30 دقيقة ننجزلت الأخر language تصبح شمع حمرا لأنه طول ما هي هنا ي 혹시 يكون لونها أحمر. تمام؟ لكن بعدين طلعت حون الخط الذي فتحت منه فسكرت فوق سكرت خذرة. شمعة البقضها نفس الشيء اثن group Next Next. مثلا هاي هنا مسكرت هنا صح? أجد شمعة البقضها فتحت نزلت تحت حمرا. الجمعة الغتحت فتحت ثم طورة حمرا لأنها سكرت تحت المنطقة ما فتصير حمرة. بس هاي هي الشمعات بكل بساطة. هون السعر تاع الشمعات. 9000-9600. السعر اللي بتمثله. وهون اللي تحت بكون الوقت. يعني الساعة 9 ونوص. الساعة 10. الساعة 10 ونوص. الساعة 11 ونوص. 12 ونوص. واحدة واحدة ونوص. هيك كل واحدة نوص ساعة. كل واحدة خمس دقايق. انت بتختار في اداة التحليل اللي احنا بنستخدمها. في هاي الصورة صراحة بنا اشارككم معها. هاي عبارة عن صورة استخدموا فيها. اظن اكثر من خمسين ادالة التحليل الفني. طريقة في بوناتشي. في مليون اشياء. ما بدي ياكوا اصلا تعرفوا اسمائها. فا استخدموها. ولا واحدة. ولا واحدة. عرفت تتوقع. وين حيروح الداو جونز. اللي هو مؤشر امريكي للاسهم. فا ولا واحدة. تخير. فما بحكيك يعني ما. لا تفكر اصلا تعلم التحليل الفني. واذا بتتعلموا. ارجوك تقبل فكرة. وحطوا شوي على جنب. وشوف هذا الفيديو كامل. افهم فوليم بروفيل. بعدها راح تحكم انت. يعذروني اذا شايفيني هيك مغرور في هذا موضوع. بس والله انا بدي اوصلكم الحقيقة. انت يعني. انا بدي اعطيك الخلاصة. وبدي اساعدك. بدي اياك انك ما تغلط. يعني بترجاك ما تغلط. وتعلم التحليل الفني. او حتى انك. تكمل في طريقك في التحليل الفني. حيوديك في ستين داهية. اسف. بس هاي الحقيقة. وانا بحب انقل الحقيقة حتى لو حتكراني. انا اسف. نيجا الاشي اللي بعده. بعدين في اشياء طبعا اسمها. وهي الانديكيترز. عبارة عن مؤشرات بتقرأ لك السعر السابق. وبتقسمه على عشرة بتقسمه على اربع طاشة بتقسمه على تسعة. ارقام عشوائية ما الها قيمة ولا الها فايدة. وبنان عليها بدك تعرف انه هل هو حيطلع ولا حينزل. فمثلا هذا مؤشر اسمه الارس اي. بوريق قوة الشراء مقابل البيع. فهون مثلا. وصل لمرحلة انه الارس اي تحت الخط هذا. طبعا دائما اذا تحت الخط هذا يعني اشتري. لانه خلص. يعني تشبع بيع. هلأ. يتشبع الناس خلاص باعت 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 باعت. فهلأ خلاص المفروض يطلع. فبتيجي انده بتشتري هون. بترجع تنزل لهون. وبتخسر. تمام. على الفاضي. ونفس الشي طبعا هذا يسمو بولينجر باند. على كل حال. نجل اللي بعده. هاي هون. وصل لمرحلة يقول لك هذا خلاص. يعني هون احنا اوفر. يعني بيع. خلاص. وصلنا القمة. شوف. وصلنا القمة. فبتبيع بيرجع بنزل. هون مرة تانية. وصلنا القمة. خلاص. فيش مجال. بتبيع. بيرجع بنزل. هون طلع. وصلنا القمة. فيش مجال. اوفر. يعني مشتر بشكل زياد يبيع. شوف كم بطلع. فمعلش. يعني انا والله يا شباب. يعني بس ادي ابسطها للمشاهدين. كل اشي بتعرفوا التحييل الفني. او اخترع في التحييل الفني. اتعلمته. ما حيش. ما بشتغل. عشوائي. انه بشتغل معك ترى صدفة. صدفة انه بشتغل معك. صدفة. يعني هو بصدف انه بشتغل معك. بصدف انك بتشوف هذا النمط. تمام. فالتحييل الفني صدفة. زائد التحييل الفني. ادوات التحييل الفني هاي. يعني بالله عليك لو انا معي خمسين مليون. بدي استخدم ارس اي عشان ابيعه اشتري. يعني برضو خليك بالعقل ما حستخدم ارس اي عشان ابيعه اشتري. ولا ما حستخدم ولا واحد من هاي الادوات. ما هستخدم ايش اصلا بس بش بشتري يعني انا لو معي خمسين مليون ببيعه بشتري بعرف واحد في الشركة بقول لي احمد كذا كذا بكرة هننزل خبر الفلاني اشتري ولا بتطلع على التحقيق الفني ولا بتطلع على الشمعات عندي معلومة داخلية بشتري بغض النظر شو في ولا بهمني وبكرة بتنزل الاخبار شو التحقيق الفني بدي يقول لك بتلاقي طلع فوق خمسين تلاتين بالمئة وببيع ولا اصلا بتطلع على الشرط يعني ولا بتطلع على الشمعات فانت هون هي فهذا اللي شرب خمسين مليون عنده معلومة عنده اشي احسن منك طب انت ما عندك شو تعمل تعمل اول ما تشوفه دخل بخلال تدخل وراه بس تلحقه تلحق المليونير اذا الحقت المليونير بتصير مليونير يعني هاي بشتغل زيه طيب اه هاي صورة بس هيك حبيت اشاركها بشكل سريع قبل اسبوعين شاركت صورة مع الشباب قلت لهم انه البيتكوين رح يوصل 7300 طبعا كان كان نازل ووصل 6200 شو اللي بدي يوصل 7300 يعني لما انا نزلتها كان 6500 نزل ل6200 بس انا قلت لهم يا شباب بدي يوصل 6300 انا عارف نحي يوصل 6300 من خلال فوليوم بروفايل هلأ صار فد تيثر صار وتيفر وصل 7300 6300 ولا ما اوصل وصل اللي بيعرف بشوف تحيل بتكون شوفه ووصل 7500 فوصل للنقطة اللي انا اتوقعت يوصل ولمسها عادي يعني ففي ناس تحكي لك صار اشي مشاكل في عملة اسمها تيتر كل واحد بس بالاخر انا عرفت انه هيوصل 7300 كيف لا نتجمت بالنجوم ولا اشي من خلال سيولة في سيولة كبيرة عم تدخل بغض النظر شو السبب فهايهي اللي بعدها صورة السم بي 500 نزلتها كان 2885 هذا مؤشر السم بي احسن 500 شركة موجودة في تداوي السوق الامريكي هذا كلام قبل ثلاثة اسابيع يمكن نزلتها وخلاص يعني هاي السوق نازل افتحوا هلأ الشارت شوفوا شو صار في السوق الامريكي طبعا ما نزل لهون بس انا متوقع انه فيه تصحيح كبير حالي جاي لسوق الامريكي سوق الاسهم الامريكي اظن حالي موصل 6700 اشي زي ايه يعني نزل 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 قوية الليرة التركية بتذكروا لما زمان نزلت انهارت بالفوليوم بروفايل حطيت هدف وحكيت حيوصل له 100% هيك 100% ووصل له قبل مبارح او مبارح عفوان ووصل له مبارح ووصل له طبعا قبلها ووصل له بعدها باسبوع بعد انهيار الليرة التركية باسبوع وبعدها رجع نزل لانه ما لمس هديك المنطقة يعني لما قبلها ب 2% هي كانت 15 ميل طلوع قبلها ب 2% رجع نزل ووصلها مبارح فالفوليوم بروفايل خلص يعني بتوريك مئات الملايين هاي بتوريك وين داخلي وين طالع ما حيسمح لك تلعب بالسعر على كيفك وما حيسمح للسعر هيك يروح عكيف وينزل لتحت أو يطلع لتحت كله لعبة كبار لعبة ملايين طيب اللي بعدها مثلا هاي توصية على داتا نزلناها مئة وسبعة وسبعة وسبعين بالمئة ربحنا من هاي التوصية عرفنا يمكن بقبل اربعة ايام انه راح يصير فيه بمب على هاي العملة في حدا حييدخل ويعملها بمب ويرفع السعر مئة وسبعة 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 ومئة ودخلنا قبل بأربعة ايام و الـ Volume Profile حكالي انه فيه بمب انا ما تكهنت من راسي مش انا اللي عملت البمب انا وراني الـ Volume حنتعلم كيف انه فيه سيولي عم تدخل كل شوي يعني بتدخل سيولي بتدخل وبتخزن بتدخل سيولي تجميع بتدخل 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 ففي اشي بدي يسير بعد شوي مدام فيه سيولي كبيرة عم تدخل شو يعني بعد اربعة ايام نطمي وسبعة وسبعين بالمئة فهاي ميزت الـ Volume Profile انه بيعطيك هاي الادوات طيب هلنبدأ بأول درس في طيب بسم الله الرحمن الرحيم طيب شباب هلأ السوق عبارة عن مزاد علني ما بينتعي أبدي مزاد علني الناس بتبيع سيارات وبتبيع وتشتري ما بينتعي السعر هو المسوق يعني يلا يا إخوان 7300 غريني اشتري 7400 عشانك نزلنا السعر هذا المسوق السعر عبارة عن مسوق الوقت عبارة عن يعني استنى يا حبيبي وين طلعت السعر من 250 دولار ل 700 دولار بعشر دقائق تعال اصبر بيهبط السعر غصبت عنه وبيخليه طلع شوي شوي فالوقت عبارة عن المنظن عبارة عن عبارة عن الشخص اللي بيخلي هذا الاشي كله يشتغل فالفوليوم بيعطيك ايش الاشياء الحقيقية يعني لو احنا هلأ في مزاد علني للسيارات طيب وهذا ايش يصار في البيتكوين كيف عرفت مثلا انه حيصه 7300 7300 لما كان 6500 انت في مزاد علني بدينا بحكينا يلا يا شباب حبة البيتكوين ب6400 6400 مين يشتري هي سعرها الحقيقي 6400 مين يشتري اجه واحد قل له انا بشتري بكم بشتري ب6500 طيب حلو مين يشتري 6500 6700 انا بشتري ب6800 6900 انا بشتري ب6900 انا بشتري ب7000 انا بشتري 8000 انا بشتري ب9000 ضل يرفع يرفع السعر يرفع السعر طيب 5000 عفوا 9000 وصل اشي مغري يلا نشتري شرينا رحت انت شو عملت شريت حبة البيتكوين 9000 تحمست تمام اجيت بدك تبيع البيتكوين يا فالح لمين بدك تبيعه ب7000 فلاحدش هيشتري منك ب9000 فبتبرلش انت مزاد يلا بدك بيع حبة البيتكوين 9000 مين يشتري سكوت ولا حد يشتري يخوان 8800 مين يشتري ولا حد يشتري 8600 مين يشتري ولا حد يشتري 8000 ولا حد يشتري 6000 اخوان 6000 ببيعوا بس بيعوا ولا حد يشتري 5800 محدش بدي يشتري ايش في طيب 4300 اوه بلشت الناس ايش تحط عرض سعر يلا انا بدي اشتري فهاي هي القيمة الحقيقية لحبة البيتكوين كم القيمة اللي رضى شخص انه يشتريها منك تمام ف يعني القيمة اللي ثبت عليها الاغلب اللي الاغلب نط عليه وقال اوكي هلا بنشتري فنفس الشي صار في البيتكوين كان سعر البيتكوين 7300 7400 نزل البيتكوين ل 6200 تمام في الفولين بروفايل كان نبين لك انه احنا مش في منطقة اللي الكل بديو يشتري فيها مش منطقة الفاليو ايريا منسميها حنحكي فيها مش منطقة الفاليو ايريا الفاليو ايريا 7300 تمام وانا السعر هلا 6300 يعني انت كأنك شريت يعني كأنه اجا واحد طيب كأنه اجا واحد وقال يلا عندي حبة بيتكوين اليوم بدي ابيعها خلص انا عاملكو خصم سعره 7300 بس دبيعك ايها ب 6200 وباعها شراها واحد طيب اللي شراها ب 6200 ليش شراها؟ لانه عارف ان قيمتها 7300 فلما طلع السعر الى 7300 باع لانه هاي قيمتها الحقيقية فبشتريها لما تكون undervalued ببيعها لما تكون valuued فلما اكون برا المنطقة اللي هي value area هنحكي فيها بعدين يعني هاي منطقة شراها لازم اشتري منها تمام معايش اذا عقدتلكو هذا الموضوع بس هاي طريقة اتوقعنا فيها ان البيتكوين رح يطلع 7300 لانه كان زيادة تحت بعيد عن القيم المتفق على قيمتها الحقيقية فهذا الاشي كمان اللي هو بفيدك لانه السعر مش القيمة الحقيقية للسهم او للعملة او لا اي لا السعر مش القيمة الحقيقية السعر عبارة عن اداة تسويقية تجذبك انك تبيعه او تشتريه بس بس القيمة الحقيقية هي هو ما فيش اشي بيعطيكها غير volume profile فهذا الاشي اللي احنا راح يعني نتوسع فيه فهلا volume profile يعني بشكل عام هاي بشكل ايش اللي حنعمل اليوم فيه ثلاث اشياء فيه ثلاث اشكال ال volume ثلاث انواع volume profile visible range fixed range session volume تمام هاي ثلاث انواع ال volume profile هنحكي في كل شي طبعا وعننا اشياء نتعلم هل هي HVN LVN BH POC UVA P shape L shape B shape D shape Supply and Demand aggressive bounce back play count rejection هاي كلها عبارة عن يعني خلنحكي المكعبات اللي بتكون هذي الدورة تمام فهلا ال volume profile فيه منه اساسا يعني بتهيكل من high volume node low volume node black holes point of control value area كله حشرحوا ما فيه داعي تفهمها بس صور هاي الشاشة خذ هاي الشاشة صورها وعشان تحفظها اكتب هاي على الورقة اللي انا حكيت لك جيبها معك تمام الان high volume node low volume node black hole point of control value area هاي عبارة عن مكونات اي volume profile تمام هاي volume profile شو بروح بيعطينا بيعطينا مجموعة من الانماط اسمها P shape L shape B shape D shape و supply and demand تمام هاي الانماط فيه تلت طرق اني اتداولها aggressive bounce back break out و rejection area تمام فنبدأ هلأ بالتلت انواع على ال volume profile واي واحدة تستخدم بسم الله طيب شباب هلأ بس فيه شغل بدي انبه عليها انه ال volume profile للعملات الرقمية او لكل اشي لكل اشي تمام موجودة على trading view بدك لأسهم السعودية لأسهم الامريكية بتدفعله طبعا اشتراك فلازم يكون عندك اشتراك trading view pro شهري طيب شباب هلأ المرة هعمل فيديو تفصيلي لكن trading view هاي عبارة عن منصة بنستخدمها عشان نحلم فانا ما بد يعني trading view مش منصة تداول بس هي عبارة عن منصة تحليل فاحنا منحلل على trading view وبعدين عنا حسابات المنصات تبعتنا من بيع ومشتري منها سواء منصات binance كريبتو اي مباشر على الشمعات فمنحلل على trading view لانه سهل وحلو وبسيط وبعد ما نحلل على trading view ومنستخدم مثلا التليفون او البرنامج تاني بيكون مفتوح على الجنب منصير منبيع ومشتري فيه فهلا trading view مرة هعمل على الفيديو تفصيلي كشهر شوف الفيديو على يوتيوب هاي لفلف لك شوف لك كم فيديو من بره بس المنصة كثير بسيطة وسمبل لازم تشترك بحساب برو عشان تاخذ على الفوليوم بروفايل لانه مش مجاني وبيعطوك 30 يوم مجاني بس لازم تحط كريتت كارد فاي حساب برو عليه وعادي يعني اشترك باي حساب خد تجربة مجانية 30 يوم هلا اذا انت بدك تضيف مثلا السوق السعودي او 8 دولار فهيك انت بتقدر تستخدم الفوليوم بروفايل على السوق السعودي او على القطر او على اي شي الفوركس والعملات الرقمية اريدي بيجي مع اي سبسكريبشن يعني مع المجاني مع البرو مع كل شي بيجي مع الفوركس وبيجي مع العملات الرقمية لكن الفوليوم بروفايل لا بيجي مع الفري لازم تاخد اي واحد برو. اختار اللي بيعجبك. فهذا بالنسبة ل Trading View. هلأ بدنا نبدأ في اعدادات طبعا ال Volume Profile وكيف نستخدمها. بس طبعا اول اشي مش انا حكتلك في visible range, fixed range و session volume. هدوه العزائي عبارة عن ثوانية اوريكم. هيا. عندك visible range, fixed range و session volume. ثلاثة انواع Volume Profile. طبعا لما انت اريد عندك Volume Profile بس تيجي في هاي منصة Trading View. الوانها ممكن عندك غير عن عندي لان هنا معدل الالوان. تمام? فانت بتقدر تعدل الالوان في الاعدادات. فهوان في ال Indicator بعد ما تشترك بيكون موجود عندك هون على جنب. تضغط indicators. وعندك Volume Profile. في ثلاثة انواع. fixed range, session volume و visible range. Visible range ما تستخدمها. Session volume و fixed range هم من اللي راح نستخدمها. fixed range عبارة عن Volume Profile. هلا بيطلع لك هون على اليسار. هذا Volume Profile بيحسب لك يعني بيطلع لك Volume Profile وبيقرأ data بالاشي المفتوح في الشاشة. يعني بيقرأ data من هاي الشمعة لهاي الشمعة. لو بتسحب شوي زي هيك. بيقرأ data من هاي الشمعة اللي هون لهاي الشمعة اللي هون. تمام? معلش هو علق الجيل هاي. آمم. بده وبده وقت يعمل لودينج. عكل حال. هلا رح يفتح Volume Profile هون هيك. هتلاقوه على اليسار كبير. تمام? هذا Volume Profile زي ما حكيت لك. بيقرأ data من هون لهون. فمزعج. كل ما تحرك الشمعة الماوز هيك. رح يغير ال data اللي موجودة. فحيكون جدا مزعج عليك. آمم. فنصيحتي انك ما تستخدم. ما تستخدم ابدا ابدا. تمام? طيب. هاي شغل. الشغل اللي بعدها مش عارف ليش مع عمل لودينج. اوه آسف. لانه مطفنت انا. طيب. آآ الشغل اللي بعدها شباب. آآ اللي هي الفيكست رينج. الفيكست رينج في الفوليوم بروفايل اللي هي هاي. بروح انا بحدد انه بدي فوليوم من الف الى باق. يعني بدي تحسب لي. تطلع لي الفوليوم بروفايل من هاي النقطة لهاي النقطة. فهذا هو الفيكست رينج. تمام? آآ هاي شفتوا كيف طلع لي الفيكست رينج. شايفين? هاي. فهذا هو الفيكست رينج. ما تستخدمو. اياك تستخدمو. هي ضل لك و هيشتتك. الفيكست رينج. هاي شفتوا كيف? حددنا من الف الى با. راح اعطانا الفيكست رينج. في اشي تاني اللي هو السيشن فوليوم. السيشن فوليوم بروح بيعطيك الفوليوم على كل جلسة التداول. طبعا جلسات التداول في سوق العنات الرقمية اللي هي من تسعة الصبح في هونج كونج لاخر اليوم. 24 ساعة. ففي الاسهم الامريكية راح يعطيك على افتتاح السوق الامريكي. فشوفوا كيف. دقيقة نشيل. شفتوا هذا الموزعج على جانب. فهي شوفوا كيف. لو تيجي تفتح حتلاقي عندك فوليوم 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 أكتر واحد. كل واحد كل صندوق هذا عبارة عن يوم تداول. كل صندوق عبارة عن يوم تداول. فهذا ما اعنا نسموه السيشن فوليوم. تمام؟ راح نستخدم احنا السيشن والفيكست رينج ما راح نستخدم اي و either السيشن الاقل ما راح نستخدم اي أو اا آآآآآآآآآآآآ بس الآتي ليش نحدي funny ويقوم بتعطيك الفوليوم في الجلسات حلو؟ حلو طيب نيجي هلأ للإعدادات تبعت الفوليوم بروفايل هلأ الفوليوم بروفايل زي ما أنا حكيت لك طبعا فتح إعدادات الفوليوم بروفايل بسيط جدا ما عليش نرجع مرة تانية مش أنا حددت فوليوم بروفايل هذا أو هذا نفسه يا بضغط على نفس الفوليوم دبل كليك شايفي؟ بروح بيفتح لي دقيقة أسف آسف ثواني بس أشيل الهبل هذا التحليل الفني طيب بضغط على الأزرق هذا مثلا أو غض النظر يمكن لون عندك أصفر أو أزرق تضغط على زي هيك بروح بيطلع لك أشياء زي هيك تمام؟ فها هي الإعدادات تبعت الفوليوم بروفايل عندك الإنبوت والسطايل نفس الشي هذا تمام؟ دبل كليك زي هون هاي هي الإعدادات تبعت ويطلع لك الإعدادات فهلأ أنا راح أعطيك الإعدادات بدك تصور الشاشة وتعمل إعدادات زي ما أنا عاملها بالضبط تمام؟ فشوف هون نرجع ونراح طيب نجي أول إشي بالإعدادات أول إشي للفوليوم بروفايل اللي هو العادي الفيكست تركز معي بالإنبوت بدك تحط الرو سايز خمس وستين الفاليو إيريا سبعين تمام؟ وبالستايل اللي هي الستايل يعني هاي إنبوت وهي ستايل بالستايل بدك تحط طبعا شو فاليوز إذا بدك إذا بدك تشيلها شيلها شو فاليوز بيعطيك هاي الأرقام اللي على جنب كمية الشراء و كمية البيع يعني شوف هذا إذا الشو فاليوز مش مطلع عندك قرب شوي لأنه هي بس بتبين لما تبعد فقرب شوي بتطلع عندك الفاليوز في على ترايدنج فيو هلا إذا ما بتعرف منصة ترايدنج فيو بنصحكي لك تشوف لك كم فيديو بسيط على المنصة وبعدين ترجع لهذا الفيديو فهلأ شايفين هاي الفاليوز طب إذا ما بدك هاي الفاليوز هيا شوفوا مش حكينا في ستايل شيل شو فاليوز بتروح هاي الأرقام هنحكي في هاي الأرقام إلها جزء خاص فيها فالويدف ذا بوكس خلوه خمسين بالضبط شوف بالضبط زي ما أنا عامل لك هون تصور هلا هاي الشاشة هاي بدا وقف لثاني وقف وصور أعمل الإعدادات زي هيك بعدين نيجي لللي بعدها نفس الشي هي الإعدادات the fixed بدن هلا نغير الألوان طب إذا بدك تعملها زي فعندك the volume بدك تعمله بهاي الطريقة صور الشاشة زي ما حكيت لك وقف هلا صور الشاشة طيب بعدما تطور الشاشة el volume بدك تخليه هذا اللون el volume بدك تخليه هذا اللون يهلى down volume بدك تخليه هذا اللون بهذا المستوى شوف ركز حتى بهذا المستوى من الشفافية نفس الشيء. الـ Value Area Up تجعله بهذا المستوى. تمام? تجعله أحمر. اضغط عليها. اضغط عليها. اختار لون أحمر. او اللون بدك إياه. بعدين خليه أحمر. زي ما بدك. الـ Value Area Down. نفس الشيء. اضغط عليها. اضغط على Custom Color. اضغط لون أصفر. اضغطها لهون. وتركها. الـ Histogram Box. اختار الأزرق. خليه على أخف. تقريبا. زي المكان الذي اضعه. تمام? بعد ما تحدد هذه الاعدادات. شو تعمل؟ بسيطة. اضغط على Template. و اعمل. Save As. شوفوا كيف شباب. بعد ما تحدد الاعدادات كاملة وتخلصها. اضغط على Template. Save As. لما تعمل Save As. سميه اللي بدك تسميه. يعني سميه مثلا. Volume Profile 1.1. طيب. او مثلا. Red. يا له. سميه زي هيك. و اعمل Save. خلص. بيصير في المستقبل. لما بدك ترسم Volume Profile. يعني شوف. نيجي. Indicator. Fixed Range. بدأ أرسم Volume Profile. أسفين. أسفين. شوف. رسامت هاي Volume Profile. فبالمستقبل لما بدك أرسم Volume Profile. Double Click. تمام? إذا ما أعطاني نفس التصميم تبعي. Double Click. Template. وأختار Volume Profile. تمام؟. فمثلا عندي Red Orange 1.2 و 1.3. بختار مثلا هاد. فأوتوماتيكي. بروح بيحط لي الإعدادات تبعت اللي أنا سيبتها. فضروري إنك تحفظ الإعدادات تبعت Volume Profile عشان ما تروح لأنك لو بتعمل أوكي. وبعدين بتسكر الشرق ترجع تفتحه بتروح عليك كل الإعدادات. تمام؟. هلأ الألوان تاعت هاي المنطقة اللي هون. الـ Value Area Up هي هاي الأحمر. والـ Value Area Down هي هاي البرتقالي. والـ Histogram Box وهذا الصندوق اللي حوالين Volume Profile. هذا الصندوق بيوريك من وين لوين محدد Volume Profile. تمام؟. فضروري قبل ما تبدأ الفيديو إنك تعمل اللي أنا عملته. تعمل الإعدادات تسيبها. صور هاي الشاشة. خلص هاي الإعدادات. وبعدين نيجي للنقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها اللي بدي ياك تعملها. اللي هي Session Volume. الـ VPSV. اختصار الـ Indicator. شوفوا هون شايفين VPSV. لما تيجي تعمل Indicator Session Volume. بيطلع لك هون. صح؟. مش حكينا double click. او اذا بدك هون في الإعدادات اضغط عليه. بيطلع لك إعدادات Session Volume. ففي الـ Session Volume هاي ها هون الإعداد تتلع عندك. بتغير الألوان. وبتغير الـ Width of the Box والـ Inputs زي ما أنا كاتب لك هون. هاي ها. صور هاي الشاشة. 55-70-50. والـ الالوان زي ما أنا عامل لك. وسيبها. اعملها حفظ زي ما عملنا حفظ للي قبلها. تمام؟. فضروري تعمل هذه الخطوات. حلو؟. تي شغلة تاني بديك تعملها. قبل ما نبلج. الـ Fibonacci Retracement. هلأ إحنا في الـ Volume Profile بنحدد مناطق اسمها HVN. تمام؟. يعني مثلا أنا. معلش خاني نشيل هذا لأنه بشتت. أنا بدي أحدد هاي المنطقة اللي هون. لما هاي بالنسبة لي منطقة مهمة. طلع لما أنا أحدد كيف بيطلع. بيطلع لخط لانهايي. شايفين كيف؟ بيطلع لخط لانهايي. طيب. كيف أنا عملت هاي الحركة؟ هاي الحركة أنا عملتها صراحة. خدها يعني. شو عملت؟. جبت رحت على الإعدادات. جبت Fibonacci Retracement. ضغط عليه. رسمت Fibonacci. حيطلع عندك عنده 30 خط 40 خط. ما بعرف. يعني 7 خطوط 12 خط. ترسم Fibonacci. بعدين. اضغط على الإعدادات تبعة الفibonacci. هاي الإعدادات تبعة الفibonacci. بتضغط عليه. اضغط على الإعدادات. الإعدادات هاي. اعملها زي ما أنا مصور لك يا هون. شايف هاي الإعدادات؟ طلع هون. شايفين؟ ضغلنا الإعدادات. أخذنا Fibonacci Retracement. دخلنا على الإعدادات. Wallack. تريند لاين. اعمله خط. كل إشي موجود عندك هون. كل إشي موجود عندك هون. تمام؟. وقفوا يعني شي لتشيك عنه. كل إشي. والأرقام حتتطر أنك تغيرها. يعني الترتيب مش هيك. تنشكت على إنشكت على إعدادات صح. حط عليها صح. وحط الأرقام بالضبط زي ما انا كاتبها هون. وضروري الترتيب. يعني ضروري هاي تكون تالت واحدة وهي رابع واحدة. وضروري هاي تكون بهاي المنطقة وهي تكون بهاي المنطقة. ضروري. تمام? وضغط وحط الرقم بالضبط زي ما انا كاتب هون. بالضبط زي ما انا كاتب هون. اضغط عليه لانه هاي ما هتكون مضغط عليه. اضغط عليه عشان يسحب لك يا لانهائي. تمام? وضغط على هاي سيطلع لك السعر فوق كل الخط. سعر النقطة اللي هو فيها فوق الخط. وظبط اللون. والألوان. شايف هالألوان. عندي لون بنفسجي لون بنفسجي. لون أزرق لون بنفسجي. شايفين كيف? الأربعة اللي أنا محدد عليهم. تنتين بنفسجي. واحدة أزرق واحدة بنفسجي. عشان تطلع لك بهذا الشكل. تمام? خلينا نوحد الشكل. يعني لا تحط ألوان من رأسك. عشان خلاص. يصير إحنا الشارتس ما بيننا مثلا. وإحنا عنا قربات كده على تحد المليون لو أنت معنا. نصير خلاص. إحنا عارفين انه هاي اتش ب اتش ب هيأني. هاي ديماندها هاي. فخلي الغلالة بهاي اللون. أه الأرقا. يعني. أو أنسب وشة عشان خاص لك نعرف. انها اتش بي أين. وبعد ما تخلص هاي الاعدادات لانه لو ما بتسييفها راح تروح. بتضغط على؟ نفس الشي. شايف كيف. بتضغط على'. بتعمل نفس الشي. شايف كيف? تضغط على تعمل وغلها تعمل ويسنظرها حتى. تمام؟ تعملوام shift as ويسنظرها حتى. تمام ؟ تعمل هذه الحركة هيك انت خلاص وعملت في بنائج ًوف Will Detchr Trust. تّерш loop. تب نريد فبوناتشي ريتريس منترازنة تقليل وزياره هذه، بسيطة، كنت تعديد ورسوم فبوناتشي عادي، لم أعلمتك كيف تعمل فبوناتشي التي قبل قبل علمتك كيف تعمله، وتضع خط HVN، موضوع لا نهائي في، ترسم هذا الخط وضعه عادي، و بعدين، تضغط على اللون لا ترزي على الإعدادات، تضغط على اللون عندما تضغط على اللون، تريد أن تختار اللون الأحمر تضغط على اللون هنا، تختار اللون الأحمر بعدين ارجع عدة مرة تانية على اللون بيروح بعدين ديك تضغط على هاي بعد ما تضغط على هاي رح يعطيك نفس الشي بعد ما تضغط عليها رح يعطيك وسميها الأحمر سميها سبلاي الأحمر سميها سبلاي طيب هاي هكاتب لك ياها فعمل وسميه سبلاي ونفس الشيء ارجع ارسم كمان خط HVN غير اللون هيكون اضون احمر اللون غير اللون خليه اخضر بعدين سميها demand الاخضر سميه demand الاحمر سميه سبلاي طيب شو ميزت هذا موضوع ليش لانه لما نعمل هاي الحركة لما انا بكرا بدي ارسم خط اشي حنسمي سبلاي وخطها سميه demand بعمل زي هيك HVN بدي اغيرها شو بعمل بس بضغط هون هذا ما بدي احضر انا هات الخط خط demand مثلا شوف بطماتيكي يصار اخضر لا طب مثلا انا هذا الخط شوف ارجع بضغط مرة تاني على template خط سبلاي صار احمر لا انا هذا الخط هلأ بدي ارسم انا value area هيصير اصفر طب انا هلأ بدي ارسم هون مرة تاني بدي ارسم HVN هيجي للون HVN تمام تمام فانت بتكون سيفتوا بهاي الطريقة عشان تسهل على حالك الشغل وما اتضلك تغير الالوان كل مرة فانا بدي اسهل عليك طيب هاي شغلة الشغلة اللي بعدها حنعمل كمان خط عشي غلبتكم مرة تانية بترسم كمان خط بس هاي المرة بديكون لونه اصفر وSave as VA سميه VA خط اصفر بيعني عمل له حفظ Save Drawing Template وسميه VA value area اختصار ل value area خلاص هيك احنا صار عنا HVN Supply Demand و value area صحيح طيب بس هيك احنا خلصنا اول جزء الان بدنا نبدأ بقراءة volume profile وحنبدأ بيعني مضوع كامل حنبدأ هلا في التعقيد وحنبدأ بالشغل وكيف نحلل وكيف نحط volume profile فنبدأ مع بعض حروح اخذ ورجع لكم طيب عزي هلا رح نبدأ بمكونات volume profile مش احنا قبل كم صفحة حكينا انه volume profile بتكون من HVN LVN black holes او BH ونختصرها و POC الان رح اوريك اياها بشكل عملي وتعرف كيف انك تحددها تمام فعندنا هون تمام هيها عليها صناديق هون هاي وحدة 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 طيب شو هاي 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 عبارة عن منطقة على مرح على سعري محدد على درجة سعرية محددة تم فيها كمية تداولات بشكل كبير حلو يعني على هذا السعر هون في حجم تداولات ضخم جدا على هذا السعر هاي هون حجم تداولات ضخم جدا هذا كله تداولات صح هاي منطقة فاضية ما فيها اشي ما فيها على اليسار فهها المنطقة البارزة بارزة 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 فه�� LET'S أكثر من هذول يعني هذول صغار هنالي بقوة و ها بارزة بقوة نفس الشي هون 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 شوف هاي كثير بارزة بقوة تمام يعني هاي كلها بارزة وهدول عادي مقارنة تم بالخمسة اللي حواليها. تمام? نفس الشي هون شوف هاي هاي مثلا خفيفة مش بارزة بس شوف هاي هاي بارزة كبيرة. فهاي المنطقة بنسميها او حكينا المنطقة تم فيها امر بيع وشراء كبير وكل ما زاد عرض الخط هذا شايفين هذا الخط كل ما زاد عرضه يعني انه احنا زمنيا السعر استغرق مدة طويلة في هاي المنطقة زايد مش عما يبدأ مدة طويلة زايد تم اوامر بيع وشراء كبيرة تمام? يعني اوامر البيع وشراء اللي هون مثلا ب30 مليون دولار بس هون ب70 و80 مليون دولار. اكبر بكثير. طيب اذا هاي المنطقة صار فيها اوامر بيع وشراء ب70 و80 مليون دولار هاي المنطقة تمام? منطقة ضخمة جدا تمام? وهي منطقة صار فيها اوامر بيع وشراء ب10 مليون دولار. طب اني منطقة انت اتثق فيها بشكل اكبر يعني شو المنطقة تتذكروا لما حكينا في المزاد لعنى منطقة الفاليو الحقيقية أي وحدة هي منطقة الفاليو الحقيقية المنطقة اللي صار فيها أكبر كمية تداول فأغلب التداول صار في هاي المنطقة يعني القيمة الحقيقية للعملة وين؟ هون هاي القيمة الحقيقية لأنه هون تم أكبر عمليات بيع وشيرا بيع وشيرا لأنه خلص الناس هنا واثقة بهذا السعر فتبيع وتشتري لكن لما طلع هون ما كان في عمليات بيع وشيرا كبيرة هون شايفين صغيري ما طول رجع نزل ليش لانه هاي منطقة مش قوية ابدا تمام هحكي لكم كيف تستخدموها بس هلا بشرح لكم المصطلحات الاساسية فهاي مناطق ال HVN هي عبارة عن مناطق بارزة بشكل كبير وهاي المناطق دايما بتمثل مناطق دعم او مقاومة شو يعني خلينا نيجي نفتح الشارت مع بعض ونشوف تمام هنيجي لهذا الشارت مجهز لكم يا الله خبطاء طيب حنيجي نفتح الشارت مع بعض ونشوف طيب عزي بسم الله بس معاليش نمسحها دول طيب طيب نيجي هلا نفتح الاسف لازم كل مرة تعمل هاي الحركة لما تضغط عليها ما بتروح للاسف هاي فلازم انت تحدد هون على الشاشة فتروح وتحدد تمام فأنا بدي أخذ الوليوم من هاي المنطقة لهاي المنطقة شايفين الفوليوم من هون لهون حلو هلأ شو راح أعطاني راح أعطاني سيولة هاي المنطقة سيولتها عالة جدا كبيرة حلو عليش نلغي نلغي كل شي ننظف الشارت نرجع مرة تانية منطقة كبيرة طيب يا شباب شوف هلأ هاي رحت أنا حددت الفوليوم حلو مناطق الـ HVN هي هاي هاي شايفينها هاي HVN طيب ليش هاي 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 فوليوم نود لأنه هاي تم فيها أكبر عمليات بيع وشيرة أكبر إشي كانت في هاي المنطقة فهاي منطقة قوية جدا فهاي المنطقة الكاملة نعتبرها HVN وبتتذكروا إحنا كيف حكينا لكم نحدد الـ HVN هيك هيك تمام وبعدين بدك تختار هون أنا أنه هاي HVN فنختار HVN فهاي الآن عبارة عن منطقة HVN طيب وين في HVN تانية هاي شايفين هاي هاي نازلة تحت بس هاي كبيرة فهاي برضو منطقة HVN فبحدد عليها طيب وين في HVN كمان هاي تمام فهاي بحدد عليها وين في HVN كمان هاي المنطقة HVN خصوصا هاي تمام فبحدد عليهم فهيك أنا حددت على جميع مناطق الـ HVN الموجودة تمام هاي المناطق اللي تحت شايفينها صغيرة صح بس برضو تعتبر HVN لأنه بالـ HVN بدك تنسى هدول وتنسى كل إشي لما بدك تيجي تحدد نقطة HVN تطلع خمس شمعات قبلها وخمس شمعات بعدها تمام هاي المنطقة مقارنة بهدول أعلى ولا مش أعلى أعلى لأنه شوف قليل قليل بس هاي عالي فهاي تعتبر HVN صح؟ صح طيب هاي المنطقة هاي المنطقة أكبر من كل حواليها صح؟ أكبر من هاي وأكبر من هاي فهاي المنطقة تعتبر HVN فلازم تقرب وتسويها زي هيك فبعد ما أنت تحدد كامل مناطق الـ HVN بصير أنت عندك نظرة شاملة على وين أكبر كمية أوامر يعني سيولي صارت ف هاي المنطقة صار فيها بيع وشرة كبير هاي المنطقة صار فيها بيع وشرة كبير هاي المنطقة يعني على الخفيف تمام فهي المنطقة يعني تعتبر HVN لكن ما اللمسة وما وصلها السعر وهاي ما وصلها السعر طيب الآن أريك ليش هاي مناطق ال HVN تعتبر مناطق دعم مقاومة مش إحنا حددنا إنه هاي المنطقة HVN هاي طيب هاي المنطقة HVN سحبتها إنها HVN ليش شايفين هاد الشمعات اللي هون تمام هاي الشمعات قوية فصار فيها بيع شرة كبير فراح حدد لي هاي المنطقة HVN أشوفوا لو أنا أسحب هاي شوي لو أسحبها زي هيك حلو هاي المنطقة رح تضل HVN صح ولا لا هايها صح HVN HVN ولا مش HVN صح طيب هلا إحنا من وين بحديين من هون الهون طيب إحنا شو حكينا ال HVN عبارة عن نقاط دعم أو نقاط مقاومة فلما كسر السعر من هون تلع فوق صح لما رجع بعدين في يوم من الأيام بعد كم ساعة شو عمل من نفس نقطة ال HVN اللي إحنا حددناها لمسها شوفوا نزل لمس المنطقة ورجع يرتد لفوق فهاي نقطة الدعم الحقيقية هايها فال HVN بيعطيك نقاط الدعم الحقيقية تمام فهاي المنطقة كانت HVN خفيفة بس بعدين نزلت هون وصار فيه كميات شايفين هون فيه بيع وشرة بيع وشرة بعدين لما رجع نزل برضو هون صار فيه بيع وشرة بيع وشرة هذا إشي شو يعني؟ يعني هاي المنطقة بنسميها هاي منطقة تم فيها تجميع شوفتوا كيف اتجمعت هون فهون لو نيجي زي هيك هاي منطقة تجميع قوية صح تجميع فلما طلع لفوق رجع نزل وجمع هون طيب أنا لوين محدد الفوليوم بروفايل أقول لك أني اعتبر المحدد الفوليوم بروفايل لهون لهاي الشمعة حلو؟ هاي منطقة HVN صح ولا صح؟ صح طيب فهاي ها HVN وهاي HVN طيب إذا ال HVN عبارة عن نقطة دعم أو عبارة عن نقطة مقاومة شو يعني؟ يعني إذا كسرنا الدعم يعني هذا دعم صح؟ إذا نزل لتحت إذا كسروا رح ينزل كثير لتحت حلو؟ طيب وهذا بنفس الشي مقاومة فإذا دخل جوا HVN بعدين طلع منها شو يعني؟ يعني كسر المقاومة كسر السقف اللي كان مشتمح له يطلع أكثر من مرة يحاول يطلع معرف يحاول يطلع معرف يحاول يطلع معرف يحاول يطلع معرف بعدين عرف يطلع شايفين هون؟ عرف يطلع طيب شو صار بعد ما عرف يطلع؟ دائما بعد ما يكسر HVN يخترق HVN على الطول نصبت عنه السعر لازم يطلع من هاي الــHVN للHVN اللي بعدها شفتو كيف؟ طلع للHVN اللي بعدها الهون طيب دخل في الـHVN اللي بعدها لعب هون لعب هون لعب هون بعدين كسر وكمل للHVN اللي بعدها صاح ولا لأ؟ طيب كسر هاي الـHVN فهمدي يكمل للHVN اللي بعدها طيب رجع نزل الـHVN هسا شو صارت هاي؟ كانت مقاومة سقب صح؟ شو صارت؟ صارت دعم فلما رجع نزل لهون نزل بقوة شوف شمعة حمرة يعني لو انت شايف الشمعة زي هيك بتحكي يا حبيبي هذا وين رايح لهون؟ ولو انه تحليل فني ولسه بتحكي رايح أبصر لهين؟ ففي الفوليم فروفايل لا حبيبي هاي ورايح بس لهون كم من هون؟ لمسها وارتد بقوة فهذا الميزة اللي بيعطيك إياها الفوليم فروفايل حنيجي بأكثر كيف تتداول هاي المناطق بس أنا هلا لبدي إياك إنك تعرف شو يعني HVN وكيف نتداولها كيف نتداولها حتيجي لسه ملحقين في الشيش اللي ورانا هاينا قاعدين طيب فحددنا هلا إحنا مناطق ال HVN برجع مرة تانية مثلا بحط فيكسترينج إن شاء الله أنكوا تكونوا فهمتوا منطقة ال HVN طيب وين منطقة ال HVN؟ بدي إياك بعينك تشوفها وين مناطق ال HVN؟ هاي يعطيك عينك فكر فيها وحدد عليه هيك حط إصبعك على الشاشة لغيته هنا أخلص يلا لقيت المناطق طيب مناطق ال HVN هاي منطقة HVN كبيرة صح هاي المنطقة بحدد عليها طيب وين في كمان منطقة HVN هاي المنطقة بحدد عليها وين في كمان منطقة HVN هاي المنطقة بحدد عليها وفي هاي المنطقة شاهدة بتنعصون هنا من هذا المناطق يحترق الحفن لانャغئ م forensic أصبر بنفس swings ون الان من اختهي ون اخترقها ون اخترقها ون اختهي ون اخترق السفن هلأ كيف تعرف المنطقة الى الان ودعم التحليلك اكبر يمكنها احساك ستعلم ان الان اخترق الان وتصدق الان لبعدها المفروض هون معلش شوية الموضوع معقد حتبلش تجمع انت الموضوع بعد ما تشوفني كثير طيب طلعها وصل هون ظل يلعب جوة هاي ال HVN اخترقها راح لوين لل HVN اللي بعدها رجع نزل لمس ال HVN ورجع ارتد فال HVN عبارة عن مناطق دعم ومناطق مقاومة خليني أعطيكم مثال أسهل برضو على ال HVN هاي شايفين هاي منطقة HVN وهاي منطقة HVN بالنسبة لي فرجع نزل على هاي المنطقة لا دقيقة دقيقة أسفين احسن احسن سهل ثواني طيب نيجي نحدد بالإنديكيتور انا بدي مناطق ال HVN تمام فعننا هون منطقة HVN وعننا هون منطقة HVN وعننا هون منطقة HVN صحيح صحيح طيب شو اللي صار طيب هاد التحليل هون التحليل لهون حلو هادا كله صار هادا ما صار شو اللي صار الان كسر أول HVN وين راح للHVN البعدها كسر تاني HVN وين راح للHVN اللي بعدها تمام رجع لأول HVN شو عمل ارتد شفتوا كيف رجع لأول HVN ارتد للHVN اللي بعدها لانه ما عرف يخترقها لتحت تمام هلا اخترق هاي ال HVN من لتحت شو صار نزل للHVN اللي بعدها رجع هون دخل في HVN بقوة ودخل بقوة ووصل لهون دخل بقوة صح اخترقها وكمل للHVN اللي بعدها تمام بعدين رجع نزل لمس ال HVN وظل مكمل للHVN اللي بعدها تمام كسر ال HVN لتحت بعدين رجع ارتد شوي بس استخدم ال HVN كنقطة صارت سقف خلص برجع نزل تمام رجع ووصل ال HVN مرة تانية ارتد شوي حلو طلع بره ل HVN دخل جوه ل HVN لا اخترقها يعني على الحف 3 رجع مرة تانية جوه جوه requirement اخترقها اخترقها بقوة غذا اخترق ال HVN مين ان يحدث ل L-HVN اللي بعدها تمام نفس الشي هون اخترق ال HVN مين ان يحدث ل L-HVN اللي بعدها تمام اخترق L-HVN مين ان يحدث lang L-HVN اللي بعدها Leo تمام فهذا هو الVolume Profile وهي الطريقة اللي بيشتغل فيها الVolume Profile أو عفوا ها هي الHVN هلا احنا تعلمنا بس لسه واحد بالمئة فها هي الHVN فبس بهمني انك تعرف شو يعني حددنا هلا مناطق الHVN تمام طيب هلا بدأ جيك مرة تانية طبعا هذا تشارت زمان انا كنت عامله للHVN فهاي كانت منطقة تشارت زي هيك وفيه HVN فشوف اخترق ها الHVN وين نزل نزل لها الHVN تمام من ها الHVN ارتد بقوة الHVN اللي بعدها رجع نزل مرة تانية للHVN ارتد بقوة رجع نزل مرة تانية للHVN ارتد بقوة تمام كل مرة بيرجع وينزل للHVN بيرتد بقوة طب ليش ليش لما يرجع ينزل للHVN بيرتد بقوة تتذكر مش انا حكيت لك شو هي الHVN حكيت لك انه الHVN عبارة عن منطقة صار فيها بيع كبير او شرا كبير منطق شراء ضخم جدا. فالشخص اللي شاري في هاي المنطقة. تمام. السعر يعني. انت اذا عندك الباليوز مبينة. انت في الاعدادات هون ستايل شو فاليوز. اذا الشو فاليوز شغالة. تمام. بيطلع لك هون ارقام. شوفوك الكمية هون. هون سبعمائة الف خمسمائة الف ربعمائة الف. هون 1 مليون. 1.09 مليون. فهاي المنطقة كبيرة جدا. فلما ينزل السعر لهاي المنطقة. الحوت رح يحمي هاي المنطقة بكل قوة ممكنة. عرفت علي. الشخص اللي شاري في هاي المنطقة. يعني. هو شراء شراء من هون. تمام. او شراء من هون. لما يرجع السعر التاني مرة يعني شوف. هو شاري من هون. رجع نزل السعر تاني مرة المنطقة اللي شراء منها. ما سمح لك تنزل وتحت. دفك لفوق بقوة. تمام. فهاي المنطقة. منطقة ال HVN متى بتبين. لما يصير فيه كمية شراء ضخمة. تمام. فلما ييجي واحد يشتري بملايين. على طول بيبين انه HVN. على طول. خلص بتبين. HVN. تمام. طيب. شو يعني HVN يعني. هاي منطقة بتديو يحميها. تمام. اه. العملة انا استخدمتها. ما فيها سيولة. فخليني نستخدم البيتكوين احسن. اه. كسيولة. اه. ونختار. اه. مرة تاني. معلش. انا بتظلى عدلكم لغاية ما تفهموها. تمام. شايفين. هاي منطقة. طيب. هاي منطقة اتش بيان. صحيح. هاي. حددناها. وهاي منطقة اتش بيان. وهاي منطقة اتش بيان. وهاي منطقة اتش بيان. مئة بالمئة. طيب. أين محدد Fil� الحوت جمع بشكل كبير من هذه المنطقة طيب يعني هاي حتى بتبين انه مجمع من هون ومجمع من هون فهي منطقة التجميع كبيرة جدا حلو؟ منطقة التجميع كبيرة جدا فحتى هون لما كانوا يجمع تمام؟ شو صار؟ دفوا السعر لتحد عشان الناس يتبيع فيشتروا منهم فجمعوا رجع وطلع السعر مرة ثاني يثبت في هاي المنطقة بعدين بدهم يجمعوا كمان أكثر فدفوا يعني خلوا الناس يتبيع فنزلوا السعر أكثر شروا كثير من الناس ورجعوا رفعوا السعر فضل السعر في هاي المنطقة فهاي منطقة داخل فيها الحوت طيب لو رجع السعر ثاني مرة لها المنطقة شو حيتعمل الحوت؟ هلا منشوف شو هيعمل طلع السعر طلع 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 فعن هذا طلوع بسبب التجميع دي صار هون بعدين رجع للمنطقة اللي دخل منها الحوت صح؟ مش هو داخل هون رجع للمنطقة اللي دخل منها الحوت شو صار؟ لما رجع بما نسمح له أبدا طلع وين رما قال له اقلب وجهك وين رايح يا حبيبي هاي منطقتي انا مجمع من هون مبلغ ضخم ما فيش تمام نفس الشيء مرة تانية لما رجع بعدين بعد شوف كم شهر بعد شهر رجع نزل لنفس المنطقة ارتد رجع نزل ارتد شوف ارتد ما سمح له رجع نزل ارتد رجع نزل ما شوف رجع نزل ارتد شوف كم مرة كل مرة شوف كم عم بيرتد 9% تمام 6% شوف هون كم هون لما نزل ارتد هون هاي 6% كل مرة بيرجع بيرتد 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 ما بسمح له تمام لما نزل من هون مرة تانية ولو انك شريت هون طلع كم عشرين بالمية اكتر من عشرين بالمية طلع 36% ما سمح هاي منطقة تجميع قوية فهذا الاشي اللي بسمح لك تسويه المناطق اللي تم فيها كمية شراء ضخمة جدا تمام طيب هون احنا شايفين هاي هاي كلها ضخمة طب شو يعني يعني احنا حاليا في منطقة تجميع واحد يحوط ضخم عم بيجمع بقدر المستطاع فتجميع ضخم جدا جدا طبعا حوت وحيتان والكل عم بيجمع في هاي المنطقة تمام فهاي المنطقة حتكون منطقة عشوائية لكن منطقة محمية في المستقبل يعني لو بعدين البيتكوين في يوم من الايام طلع لعشرين الف ورجع نزل رح يرتد من هاي المنطقة تمام في المستقبل طيب ونفس الشي هون هايو لما طلع البيتكوين ل 7000 ورجع نزل لمس ال HVN طلعوا اللي رسمناه زمان شوفوا لمس ال HVN وارتد هايو طلع لمسوها من هون شوف طلع واحد بنصب المية بس لمس HVN وارتد هذا المعنى تمام يعني ما كسر ال HVN ارتد منها تمام فالأولوية من عند كل HVN الارتداد وليس الكسر تمام يعني هاي الأولوية يعني مثلا كان طالع لهون تمام الأولوية انه من هون يرتد لتحت هاي الأولوية طالع لهون الأولوية من هون يرتد لتحت ما يكسر فالأولوية الارتداد وليس الكسر نزل لهون صح الأولوية مش يكسر لتحت الأولوية يرتد يعني الاحتمالية العليا انه يرتد مش يكسر وبعدين شوف كيف زمان مش هذا ال HVN رسمناه هايو من وراه من هون رسمينه تمام شوف يرجع ينزل يلمس ويطلع يرجع ينزل يلمس ويطلع تمام رجع كسرها بقولة تحت بس ما نسمح للسعر يضل هون كيف يضل السعر هون احنا شارين من هون فغصبت عنهم دفوا السعر لفوق بعدين طبعا ثبت السعر في هاي المنطقة تمام فهاي شفتوا كيف الـ HVN بيان لنا هذا كله هيا شايفين هيا HVN منطقة قوية جدا حتى هلا لما نزل بيتكوين لازم يرتد لو يرتد واحد بالمية طبعا هاي صفقة هاي الواحد بالمية صفقة انت لو تعمل 2 بالمية حكينا يومية من راس مالك بعد 365 يوم كم 1.3 مليون دولار فيعني انت بس بدك صفقات صغيرة 1 مية و 2 بالمية تمام بس طيب فهذا بالنسبة لمضوع الـ HVN طيب عزي هلا بنا نحكي على اشي تاني نسميه LVN مناطق اللو فوليوم نود هي المناطق نفسها اللي احنا حددناها بس مدفوفة لتحت يعني ما فيها خفيفة ناشفة تمام ما فيها ما فيش فيها عواميد ما في شوف LVN 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 شاكين كيف حفرة LVN هاي مناطق ام يعني الناس المليونيريين او يعني الناس الحيتان ما بتهمهم هاي المنطقة تمام فما راح يبيح عليها ولا راح يشتري وقاء هاي المنطقة ما بتهمه اصلا تمام ف دايما هاي المنطقة لانه ما فيها سيولة السعر بتحرك فيها بشكل عشوائي أو بتحرك فيها بشكل متذبذب يعني شوف كيف شمعة كبيرة ضخمة تمام فمنطقة عشوائية ما بتحرك فيها السعر بشكل ثابت تمام مناطق اللو فوليوم نود إياك تتداول جوه مناطق اللو فوليوم نود حنحكي في الموضوع بعدين لكن بس بشكل سريع مناطق اللو فوليوم نود هيها شايفين هون هاي منطقة صح هاي هاي فوليوم نود هاي LVN شايفين LVN LVN ما حنستخدمها بس أنا بدياك يعني انك تتعرف شو مكونات اللو فوليوم بروفايل فهاي كلها مناطق HVN طبعا بس هاي LVN هاي LVN هاي كلها LVN اللو فوليوم نود فهاي هي بالنسبة لاللو فوليوم نود دي جايش اللي بعده البلاك هولز هاي عبارة عن منطقة نسميها الثقب الأسود المنطقة هاي أبدا ما فيها سيولة صفر يعني ما تم فيها ولا عملية بيع وشرة أبدا ولو تمت بتكون بخمسة دولار وعشرين يعني مش إشي بسوأ تمام فشايفين هون طبعا متى بتيجي منطقة لبلاك هول لما يكون في شمعة ضخمة زي هيك تمام شمعة كبيرة الدفاع فما كانش في بيع وشرة كبير كله كان هون أو هون فهاي منطقة بلاك هول شايفين حتى في فوليوم بروفايل ما في ولا إشي صفر نفس الشي هون شايفين هاي يعني اتش في ان الفي ان الفي ان في فوليوم شايف الفي ان بس هاي صفر هاي فيش إشي ناشفة تمام مناطق لبلاك هول إذا دخل السعر جوه لبلاك هول غصبت عنه بد يروح لبلاك هول شايفين دخل السعر في اول بلاك هول غصبت عنه بد يروح لآخر لبلاك هول طبعا الحلو مش في النزول الحلو في الطلوع يعني وكانت العملة طالعة ودخلت في البلاك هول هون غصبت عنها بدتنط لهون تمام فنفس الشي هون شايفين بس لمس لبلاك هول من هون خلص كمل شايفين لمس لبلاك هول من هون غصبت عنه بد يكمل لتحت لان هاي منطقة مش مقبولة اصلا فمناطق لبلاك هول منطقة خطيرة جدا للتداول لكن مربحة تمام يعني هون تعمل شورتنج لانها قريب من البلاك هول بلاك هول ثوق باسود بسحب صح نفس الشي هون اذا كان سعر طالع وقريب من البلاك هول بدو يسحبوا لفوق تمام فمنطقة بلاك هول منطقة شفط هل نحكي سحب اعطيك مثال ثاني شافين هاي منطقة مبارقة هذه كلها على هون شفوا كيف السعر بتحرك بشكل عشوائي منزل عشوائي 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 شوف كيف الشمعة شمعة قوية مافي السعر هذا مش مقبول هذا السعر محدش راضي فخلص على طول يعني زي كنا عاملين مزاد زي ما حكينا 7500 حدا يشتري لا 7200 حدا يشتري لا فبين 7200 و 7500 هاي بلاك هول فاش حدا بده يياها تعرفت علي فنفس الشي فهاي هي بلاك هول بري سمبل بري سمبل طيب نيجي هلا للاشي اللي بعده طبعا مناطق بلاك هول حلوة يعني انت بكون السعر نازل هلا لانه هاي منطقة بلاك هول صح فلما ييجي السعر في المستقبل يكسر هاي المنطقة يعني مثلا ينزل السعر هول وبعدين يكسر ال HVN من هون غصبت عنده بيروح يوين لهون كسرها من هون بيروح غصبت عنده لهون شوفه غصبت عنده غصبت عنه تمام نزل لهون ارتد غصبت عنه بيطلع ال HVN الي بعدها تمام ارتد طلع هون ارتد عند هاي هال HVN هل غصبت عنه لراحLER الي بعدها تمام فنيجي لالي بعد و ال Point of Control الـ Point of Control هاي انت وانت جائس بترسم في الشمعات بيطلع لك خط أصفر شايفين؟ شايفين خط الأصفر هذا؟ تمام؟ عندما انت تيجي ترسم عفواً الـ Volume Profile بيطلع لك خط أصفر الخط الأصفر هذا هذا النقطة اللي تم فيها أكبر هاي منطقة التحكم يعني هون أكبر منطقة تم فيها تداولات تمام؟ هاي المنطقة شايفين الـ Point of Control هاي أكثر منطقة تم فيها التداولات يعني ايش تحطه بعين الاعتبار يعني او انك تعرف بس شوهو الـ Point of Control تمام؟ طيب فهذا هو الـ Point of Control اذا ما مش طالع عندك الخط الأصفر هاد دبل كلك بس بتشغل P-O-C شايفين؟ بتشغل P-O-C شايفين؟ P-O-C Point of Control Developing P-O-C و Developing V-A Value Area سيبوكو منها ما حتستخدمها وما لها بايدة فبس هاي هي طيب نيجي للنقطة اللي بعدها منطقة الـ Value Area تمام المنطقة هاي هاي المنطقة تطلع لك بشكل أوتوماتيكي شايفين أنا أو عندك بكون عندك منطقة تمام؟ إذا انت عملت الألوان زي ما أنا عاملهم حيكون عندك منطقة بيضة ومنطقة صفرة تمام؟ إذا مش عامل ألوان زي ما أنا عاملهم لسه أظن عندك أزرق وأصفر إذاً حيكون عندك شوي لونها باهت تمام؟ المنطقة هاي صار فيها أقل عفوا المنطقة اللي منطقة الـ Value Area هي المنطقة اللي صار فيها أكثر من 70% من التداولات تمام؟ يعني من هون لهون شايفين من هذا السعر لهذا السعر تمام؟ في هذا البوكس يعني من هاي المنطقة السعرية لهذه المنطقة السعرية تمام؟ وين أكثر تداولات صارت؟ 70% تداولات حصلت بين هاي السعر وهي السعر 70% تداولات حصلت بين هاي السعر وهي السعر طيب و 30% حصلت هون وهون شايفين كيف؟ 30% من التداولات صارت هون و 30% يعني ما تبقى صار هون لكن الأغلب صار هون لذلك هاي هي منطقة الـ Value منطقة القيمة هنا احنا متفقين على القيمة يعني في هاي المنطقة احنا متفقين انه هنا القيمة الحقيقية هاي المنطقة هون القيمة الحقيقية فشايفين منطقة منطقة value أصفر كلها كل التداولات صارت فيها يعني لو تيجي تجمع لأرقام هاي المكتوبة هون شايفوا ما في بضع أصفار كل التداولات صارت في هاي المنطقة تمام فلذلك منطقة value area بعدنا عنها كثير صح زمان لما نزل لخمس تلاف وتمعمية بس غصبت عنه ورجع لها لانه هاي المنطقة هي منطقة value وهي المنطقة الحقيقية هون القيمة الحقيقية لسعر البيتكوين ها هي تمام فلما تيجي تنزل لي سعر البيتكوين لخمس تلاف وتمعمية شو يعني؟ يعني هاي مش قيمته وين قيمته؟ هايها فبيرجع غصبت عنه وشوف للقيمة بالضبط للقيمة تمام فها هي منطقة value area تمام ياريت تعمل الوان زي ما نعملهم ارجع لأول فيديو وشوف الالوان ضروري ضروري عشان يعني ما تلخبط ونعرف نفهم بعض ونوحد كلنا الالوان طيب فها هي نسبة لمنطقة value area طيب هلأ خلصنا value area نبدأ الآن بالأنماط حكينا بيعنا مجموعة من الأنماط بيكونها volume profile P shape L shape B shape D shape supply and demand صحيح طيب هلأ بدنا نبلش فيها واحدة واحدة نبدأ بالP shape الP shape هذا النمط دائما هاي شكله زي حرف P الإنجليزي هذا النمط دائما بيجي لما يكون فيه spike يعني فيه اندفاع سعري فيه aggressive movement فيه aggressive buyer يعني واحد بده يشتري بشكل عنيف يعني أنا عنيف أنا بدي أشتري فبجمع هون تمام بعد ما أخلص تجميع بدف السعر لفوق وبجمع زيادة فوق وبشتري زيادة فوق لأنه لسه لأنه أنا عارف أنا مستعد أنزل market order ومستعد أرفع السعر لفوق لأنني عارف لسه كمان هيطلع أكثر تمام فبدي أدخل بأي شكل كان بأي بدي أدخل فدما يجي بدي أشتري بخمسة ستة مليون دولار وفيش حدا بدي بيعه كيف بدي أشتري بينزل market order لما ينزل market order فيه orderين limit order وmarket order لما تنزل على السوق limit order تحكي والله أنا بدي أشتري اثنين مليون يعني بثنين مليون دولار بيتكوين على سعر 6600 تمام هذا بسموه limit order الماركت order لا أنا بدي أشتري اثنين مليون بثنين مليون دولار بيتكوين حالا بأي شكل كان اشتري ليهم فشو بيروح بيعمل المنصة شو بتعمل بتروح بتنزل order تبعك 2 مليون وبتشتري كل يعني فيه ناس ما ينزل لبيع واحد يبيع يعني فيه ناس ده تبيع هون 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 ناس بتنزل لأوامر بيع فلما انت يجي تشتري من 2 مليون شو بيعمل بظل السعر يطلع يسحب 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 يجمع 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 لغاية ما يكيش يصفي لك 2 مليون كاملة تبعتك فهذا الاشي بسموه اجرسيف باي واحد يشتري بعنف تمام فليش طب واحد يشتري بعنف اذا انا مستعد ادفع كل هالفرق السعر بدلا ما اشتري من هون اشتري من هون كامل وارفع السعر لهالدرجة اكيد فيه اشي اذا انا مستعد ادفع كل هالفرق اكيد لسه فيه فرق زيادة عليه وهون انت بتيجي بتفكر هون انت بتيجي بتفكر طي اذا فيه واحد كان مستعد يدف السعر لفوق ويطلعه 30% شو يعني يعني لسه فيه كمان ارتفاع 100% بعده او ارتفاع 70% بعده لانه واثق تمام او بيكون هو جمع اصلا في هاي المنطقة وخلص خلص يجمع فبروح بشارب 100 مليون بيدفله بمليون هيك بنزلها ماركتش اردر برفع لك السعر لفوق عشان هو ايه شو يبيع فانت بفوق بتلاقي السعر طلع فبتبلش انت تشتري طب انت قاعد من مين تشتري لما يكون السعر فوق من الحوت فنمط البي شيب بوريك الحركة هاي على طول عفوان طيب البي شيب قاعدة البي شيب اللي هي من هون من تحت هاي منطقة دعم لا نقاش فيها زائد حرف البي منطقة دعم لا نقاش فيها في اي يوم من الايام بيطلع السعر فوق بيرجع برتد من وين بشتري من هون يعني بكون طلع طلع فوق 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 طلع 40% رجع نزل للاندفاع هذا تبع الحوت شو بعمل بروح بشتري هون لانه حيكون نازل حيوصل منطقة السعر لشرى من هالحوت وحيرجع يرف وريكم هاي شفتوا هاي الصورة ورناكم اياها صح طيب شايف ما قدر يجمع ما كان فيه مجال يجمع هون فراح دف السعر بالغصب لفوق فمن وين هو يعتبر شاري شاري من هاي المنطقة كاملة ومن هاي المنطقة فجمع شوي هون حلو هاي البي شيب هذا كله طبعا نحن ما كناش شايفينه بعدين اخترق الـ طلع لفوق هيا حالها ربح ورجع نيزل مرة ثاني اللمس też وطلع لفوق رجع نزل مرة ثاني لمس الغ飛 وطلع لفوق رجع نزل مرة ثاني لمس الـ فالحوت شو يا حبيبي تعال نزلتلي السعر لهون انا شعري من هاي المنطقة محسمح لك اتنزل السعر اكثر فاشوف كيف خلي السعر يرتد دف شرعي علىية لكي تج transpare يطلع هيك تداول البي شيب بيكون عندك بي شيب زي هيك تمام بيطلع بيزل برتد 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 برجع مرة ثانية برتد فالما تشتري بتشتري من هاي المناطق تمام من هون بتشتري طيب كمان مثال على البي شيب هاي بي شيب شايفين منطقة تجميع ننزل لتحت تمام نزل لتحت ما سمح له انه اه انه ما سمح له انه ينزل اكثر او بيكون الحوت نفسه نزل السعر لهون لانه الكل حاطط وقف خسارة وين يعني خلاص مثلا اذا وصل هون على هاته الخط بدي ابيع فراح نزل السعر لهون باع مين شرع منك الحوت نفسه اللي شاري هون بده يشتري اكثر شرع منك بعين رفع السعر لفوق تمام هلا هاي حنحكي فيها الكودتي بول وكيف تستفيد منها حنحكي فيها في اخر الفيديو فهاي كانت تأكيد قوي جدا على انه في صعود تمام طبعا التحليل الفني هذا بيقول لك هذا فشل خلاص رح ينزل لهون ما علقنا فشو اسمه اللهم سعى سيدنا محمد طلع كسر هاي طلع ثلاثة بالمية رجع نزل مرة تانية لحرف البي شايفين رجع نزل مرة تانية لحرف البي ارتد عشرة بالمية رجع نزل مرة تانية للبي شايفين لهون هاي هالبي رجع نزل ارتد ثلاثة بالمية رجع نزل ارتد اربعة بالمية ونزل كمان مرة شوفوا كيف نزل هيك زي حرف السبعة زي رقم السبعة نزل مرتا ارتد اربعة بالمية ما حيسمح له يرجع ينزل اكثر بمرة لو في مرة نزل واخترق هاي المنطقة خلاص هذا دليل انه الحوت اريدي باع خلاص يعني ربح وباع هون باع شو أخر مثال ارتفاع 20% كان مستعد أن يضحي ب 20% فإذا مستعد يضحي ب 20% ويرفع السعر لهذا أكيد لست في طلوع زيادة فهاي طلع 7% لما نزل لهون ارتد رجع طلع 7% رجع نزل ارتد 4% رجع نزل مرة ثانية ارتد عشرين بالمية رجع نزل مرة ثالثة وارتد تلتاش بالمية تمام فهذا اللي ضحها بعشرين بالمية اكيد عارف انه السعر استحيطلع اكثر من هيك فانت ما عندك القوة انك تعرف هاي المعلومات اللي هو بعرفها الحوت لذلك انت بس تمشي وراه تمام تعرف وين هي المناطق اللي راح يحمي حالوة بينها وتدخل وراه بس تمام طيب النمط اللي بعده نمط ال L shape نمط ال L shape هذا النمط بصير بعد اندفاع سعري ضخم يعني هاي المنطقة شايفين هذا على اكثر من المثال طبعا هاي المنطقة هاي اللي هون تم فيها تجميع ضخم تمام فحنا حددنا ال volume profile من هون لهون فهاي المنطقة تم فيها تجميع كبير جمع 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 هون طلع السعر لفوق هلا اكيد هو باع لكن ما يرجع ينزل السعر مرة ثانية لهاي المنطقة الحوت شو راح يعمل راح يرجع يشتري لانه هاي منطقته خلاص هاي المنطقة اللي بدي يجمع منها فارجع ارتد السعر هاي ها شوف نزل نزل طبعا كان هذا هو هاي هو هاد بس مقرب هاد شايفينو برجع نزل وارتد غصبت عنه تمام برجع نزل وارتد غصبت عنه ما بعرف انه نفس الشرط بس انه بشكل عام كان لشيب ورجع نزل وارتد عفوا فكان برضو نازل جمع 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 طلع لما رجع احنا ال volume profile محدد شايفين ازرق محدد لهون لما رجع اتطلع ورجع نزل مرة تانية لنفس السعر ارتد السعر ارتد السعر بكون شكل كبير نفس الشيء هيا شايفين هاي ال L shape هيك شكل ال L shape تمام زي حرف L فهاي المنطقة اللي هون اللي هي هون هاي منطقة تشتري منها بدون نقاش طيب نيجي ال الاشكال التانية عندك ال B shape D shape او ال double B shape بسميه بس سمي ياسيدي ال B shape ال B shape زي حرف ال B هاي فين حرف ال B هاي زي حرف ال B تمام ال point of control بيكون فوق او تحت تمام ال D shape زي حرف D تمام ال D shape طبعا كيف بيجي في شوية volume هون وفي شوية volume هون وهو بالنص ركز معي في شوية volume فوقه وفي شوية volume تحته و ال value area كلها بالنص تمام فهاي منطقة D shape تمام يعني زي هاي هاي منطقة شو منطقة D shape صح منطقة D shape منطقة تجميع منطقة D shape منطقة تجميع يعني حتى لو نسحبها لهون خلينا شوف شو ال shape لا ما هيك ما حينفعل طيب بدك تدور عليها هي اسهل انت بتلاقي الانماط بهون visible range هاي شايفين هاي المنطقة شو منطقة D shape تمام او اه عفوا لا 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 هاي P shape هاي P shape P شايفين نزل لتحت اندفاع قوي لفوق تمام نزل لتحت طلعوا نزل لتحت اندفاع قوي لفوق فهذا P shape صح طيب بالP shape شو بنعمل منحدد هون نرجع نزل في يوم من الأيام للمنطقة اللي شرى منها الاندفاع القوي شو صار في السعر هاي هاي شايفين 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 بس بدياك تشوفو شفتو هلا لسه كنا مشرح عنها صح او لا لا طواني بس اشيل هاي بس عشان تكون صورة أوضح طلع انت هون انت ما بتعرف انت هذا لسه كل ما صار تمام هاي حرف P shape صح طيب منحدد على ال P حددنا على ال P طيب هذا حرف شو حرف D هذا D في شوية فوق وفي شوية تحت ال value area المنطقة اللي صار في الشرى هي بالنص بالأزرق شايفينها هاي هي بالنص طيب هاي منطقة D shape شو يعني D shape حكينا D shape عبارة عن منطقة accumulation منطقة تجميع فاذا انا شفت P shape اللي هو هذا ال P shape بعدين اجاني D shape اللي هي منطقة تجميع شو يعني خلاص في انفجار سعلي رح يصير وصار انفجار السعر وطلع تمام فانت بتشتري هون وبتبيع شوية فوق هاي ربح هاي لحالها ربح طبعا تمام 1 بالمية كم 2 بالمية 1.2 بالمية حلو مش هون الحكمة وانا بالنسبة لي بفضل اني اشتري الارتداد على كسر ال HVN يعني مش انه اخترق theo hdm اشتري الا extract هاي اضمن فرجع تزيل ولمس ال P shape ايها هاي ها P shape لمس ال P shape شايف شايف كيف فها هي قوة Volume Profile يعني ورك كل سیولة الحوت من هاي الحركه لحالها بس هاي طيب نيجي لا بس بشكل عم هاي منطقة D shape و B shape ليس P بطنين هذه ما بنصح تتداول فيها ولا D لانه هي مناطق تجميع فسعر عشوائي فيها شوف هون شوفت انتو كيف ال D shape هون يعني شو بدك تتداول هون منطقة لا ينصح تداول فيها لكن اذا بدك تتداول فيها هون كيف نتداول هاي المنطقة هذا الخط الأصفر كل مرة بيبعد عن نزل عن ال point of control غصبت عنه بدك يرجع ال point of control تمام كل مرة بعد عن ال point of control لفوق رجع ال point of control نزل تحت كثير البعيد عن ال point of control رجع ال point of control بس ال D shape منطقة عشوائية و ما بنصح التداول فيها ابدا انتبه تتداول في مناطق D shape اذا شفت شارت زي هيك مش مبين مفيش فيه نطة عشوائية زي هيك زي هاي مثلا D زي هيك منطقة تجميع لا تتداول انتبه هاي منطقة تجميع منطقة HBN فبتحدد هاي المنطقة زي هيك وبتستنى الارتداد بصير الارتداد زي هيك و الى لقاء قريب نلقاكم في السماء نفس الشي تمام فهذا هو موضوع جدا سيمبل وبسيط طيب السبلاي لونها احمر حكينا والدماند لونها اخضر السبلاي اللي هي الوفرة يعني فيه كمية كبيرة من الكوينز متوفرة فيه ناس كثير بدها تبيع الدماند لا فيه ناس كثير تطلب بدها تشتري طيب كيف نحدد مناطق السبلاي والدماند بسيطة هلأ بالشارت شوفوا هذا الشارت هاة الشارت شاه فين هذا الشارت عندي هاي منطقة ايش ديماند لانها خضره طيب وهاي منطقة حمره يعني منطقت شو منطقة سبلاي طيب شو يعني ادام الدماند اذا رجع ننزل السعر لهاي المنطقة بدى يرتد حددنا منطقت الديماند من هون ازال السعر لم انا لما رجع ننزل في هو منchair لازم في اي منطقه يكون عندك buy order لازم طلع شو صار أول ما لمس منطقة الدماء نزل لمس المنطقة وارتد صار لفوق هون كون عندي منطقة سيبلاي منطقة بيع كبير هون كونها بالضبط هون هو بالأحرى كونها هون بس نعتبر انه كونها هون نزل السعر من عندها لما رجع طلع مرة تانية شو عمل نفس الشي هاي منطقة سيبلاي الناس بتبيع في هاي المنطقة فباعت الحيتام باعه في هاي المنطقة فنزل السعر تمام طيب نيجي نعطيكو عليها كيف تحددوا مناطق سيبلاي و الديماند تحديد مناطق سيبلاي و الديماند بسيط منطقة الديماند شو هي المنطقة الخضرة طيب عشان تحدد منطقة الديماند دور على آخر شمعة حمرة الديماند متى بيكون متى بحكي انه هاي منطقة ممكن انا اعتبرها منطقة ديماند منطقة عرض و طلب متى باعتبرها انها منطقة عرض و طلب لما اشوف شمعات زي هيك يعني كان السعر عادي فجأة نطي السعر زي هيك طيب في هاي المناطق بروح باشوف ايش اخر شمعة حمرة قبل انفجار السعري شو هي هاي بحدد من ذيل من الوك للوك من ذيل الشمعة الحمرة لذيل الشمعة الحمرة فبيطلع لي النتيجة ايش هذا الخط اللي هو هذا الخط الاخضر شايفينه هايو هذا هو بتضبط نفس الخط الاخضر و شوفوا كيف لما نزل بعدين سعر تد من عنده تمام نفس الشي هاي منطقة منطقة سيبلاي صح هاي نزل السعر هيك رجع طوي مرة تانية رجع نزمي وين منطقة سيبلاي كيف بدي احدد السيبلاي اخر شمعة خضرة قبل السقوط هاي شمعة خضرة قبل السقوط تمام هايها طيب كبرها هايها اخر شمعة خضرة قبل السقوط وينها هايها فبحدد منطقة سيبلاي هايها من من الذيل للذيل من الوك للوك طيب طيب شباب فحددنا هلا احنا منطقة ومنطقة الديماند يعني هاي المنطقة شايفينها فيها انفجار سعري لتحت كبير يعني شو بعمل بحط هون بدور على اخر شمعة خضرة وين اخر شمعة خضرة قبل الانهيار من هون لهون اخر شمعة خضرة قبل الانهيار من الذيل للذيل طبعا انا بالفبناتش لما انتو تحددوا هتلاحظ عندك اضافة هون اضافة هون الاضافة هاي عامل خطأ يعني انت بدي ايك تحدد هاي تحددها من الذيل للذيل نفس الشي بالـ HVN تمام هاي اللي زيادة عامل خطأ لانه يمكن ما يلمسها بالضبط قبل بشوي فعشان تزيد فرصة نجاح الصفقة اضفتلكم هيك عامل يعني مارجن صغير بحيث زيادة على التحديد ولا لو بدون عامل خطأ يعني هيكون الاحمر من الخط هذا الخط هذا بدون هذا الزايد هون والزايد هون فلذلك هذا احسن يعني انا جديد حطتها حطيتها لانه قللت علي نسبة الخطأ فحددت هون طيب العودة لهاي المناطق شو يعني؟ يعني ارتداد لانه هي مناطق فيها بيع كبيرة يعني فيها فيها سيولة كبيرة تمام فهاي بالنسبة لتحديد منطقة منطقة السيبلاي يعني عندك عرض كبير عرض كمية عرض كبير ومحدش بدو يشتري هاي المنطقة بتحدد اخر شمعة خضرة ونفس الشي للدماند تمام؟ هل صار انفجار سعري هون لا صار انفجار سعري هون لا ما صارش ما صار ولا انفجار سعري طيب وين صار انفجار سعري هون صح؟ طيب يعني اي نقطة بدأ حدد بحدد اخر شمعة قبل الانفجار اخر شمعة قبل الانفجار يعني وين انفجار صار؟ طبعا هو صار في مكانين شمعة الحمرة اخر شمعة حمرة قبل الانفجار السعري اذا كان نازل لتحت اللي هي السيبلاي اخر شمعة خضرة هون اخر شمعة حمرة مش الخضرة طيب طبعا هي هاي وفي هاي الحمرة الصغيرة هاي المنطقتين او ها حددهم وغيروها ايش منطقة ايش منطقة ديماند فهي لازم يكون لونها أخضر تمام هاي منطقة demand لونها أخضر فلو عاد السعر إليها قريبا لو رجع لها بدك تشتري بدون نقاش شوف آخر مرة شو صار لما كنا في هاي المنطقة تمام فهاي منطقة شراء كبير جدا هلا بعدين في التحليل حتشوف كيف أنك تستخدم مناطق supply و demand على شرط أن يكون فيها HVN تمام يعني شوفوا هاي مثلا supply هاي فيها HVN هاي 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 HVN وأردت هاي منطقة demand عالي الناس فيها طلب عالي فشو بروح بأعمل بلغ المنطقة للتحت وبأخذ هاي المنطقة تمام فبصار عندي HVN وبنفس الوقت منطقة supply منطقة demand كبيرة طب شو يعني يعني غصبت عنها بدها ترتد تمام فهاي من باب أنك تزيد تأكيدك أو تزيد دقتك في الدخول في الصفقات طيب هاي بالنسبة لمناطق supply و demand طب شو السبب يعني شو السبب أنه السعر بينفجر أو ليش ليش أختار آخر شمع يعني مثلا هنا ليه أختار آخر شمعة خضرة السبب كالتالي البنك أو لما لما أنا أجي أبيع أنا أنا بحكي عن حالي أنا عمري ما بعت والشمعات حمرة ولا مرة كيف أبيع أصلاً والشمعات حمرة يعني لما يكون في شمعة حمرة زي هيك ما ببيع لما يكون في شمعة حمرة زي هيك ما ببيع رحت علي لأن لو بعت شوف شو بعمل بالسعر طبعا خلاص لانه باع تمام عمل شورتنج او باع او واتفر فعشان هيك احنا مناخد اخر شمعة خضرة مش حمرة لانه البنوك ما بتبدأ تبيع من الحمرة ببيعه من الاخضر تمام فهاي المنطقة كلها منطقة سبلاي كبيرة تمام او منطقة ارتداد سعري فنفس الشي هون لما انا بدي اشتري من وين بشتري يعني انا عفوا نحوت من وين بدي اشتري تمام مثلا بشتري عهاي الشمعات لا بشتري عهاي الشمعات لما بدي اشتري وين بشتري بشتري هاي الشمعات هاي الشمعات كل النزول هذا انا بكون بشتري منه بجمع هاي شوف حرف دي منطقة تجميع 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 بجميع هون نازل بجمع بشتري في هاي المناطق بشتري لما يكون السوق احمر ببيع لما يكون السوق اخضر تمام يعني هون لما السعر هذا كان يطلع هو كان يبيع لك يعني هو حاط اوامر بيع هون ووامر بيع هون هين بيني في بيع هون وفي بيع هون وكان حاط اوامر بيع هون وبيع هون وبيع هون وبيع هون باع لك بكل الطريق وهو طالع باع للكل تمام وبعدين نزل بعد ما هو باعه وخلص فهم وصناديق الاستثماري بشكل عام بنبيع لما يكون السوق أخضر بنشتري لما يكون السوق أحمر هذا النقطة لازم تفهمها فهيكا احنا خلصنا موضوع السبلاي للدماند هلأ مننبلش نركب الشغلات مع بعض هنبدأ هلأ نركب الشغلات مع بعض طبعا بس هاي مرة ثانية يعني أوريكم منطقة السبلاي والدماند يعني شوفوا هاي هاي نفسها طبعا هايها بس مقربة هاي ماخدين هاي آخر جبلين أو آخر صعودين تمام آخر صعودين هاي منطقة ايش هاي آخر شمعة حمرة صار يعني لأنه بعد هاي الشمعة فيه شمعة قوية صعود منطقة ارتداث رجيكشن تمام نفس الشي رجع نزل مرة تانية ارتد بقوة فيعني هاي منطقة ايش منطقة شو منطقة ديماند فهلأ لما السعر هون شو يعني يعني سيرجع يطلع لأنها منطقة ديماند منطقة طلب طيب هذا هو بالنسبة لموضوع السبلاي والدماند هلأ منبلش نركب كل شي مع بعض تمام يعني حاني بده هلأ نجاوب طيب من وين لأوين أحدد الهيش في ان اه الفيكست فوليوم من اي منطقة لأي منطقة شو الشمعات لإستخدامها كل هذا هلأ بدنا نبلش نركبه مع بعض ونجمعه مع بعض تمام اه الهيش في ان الالفي الهاي فوليوم نود طبعا كلها يتم تحديدها كفوليوم نود والسبلاي وديماند كلها كل هاي المناطق بدك تحددها على كامل الشارط سواء بدك تعمل بومب بدك تشتغل على بومبز بدك تشتغل على العملات تطلع ثلاثين واربعين بالمية بدك تشتغل على اسهم بدك تشتغل على اي شيء ثلاثة اربعة شهر ستة شهر سنة بدك تحدد اكبر ممكن يعني حتى انك بدك تدخل في الصفقة عشر دقائق بدك تحدد يعني ستة شهر اربعة شهر طب ليش؟ لانك ما بتعرف وين السعر رح يروح يعني لما يكون سعر طالع بومب زي هيك طالع لفوق وين بد يروح كيف بدك تجاوب على هذا السؤال؟ بتعرف وين بد يروح من خلال تحديد كامل الخريطة فانت اعتبر هاي اعتبر هاي خريطة مدينة تمام؟ انت يمكن ما تروح هون او هون بس انت على الاقل لازم تعرف الخريطة يعني في في حالة في حالة تمام؟ طلع وين رايح بس بدك تفهم توجهه تمام؟ فانا بشكل عام لما اعمل تحديد بعمل تحديد اول شيء بختار شمعات الاربع ساعات لست ساعات تمام؟ وباخد من ثلاثة لستة شهر حتى لو بشتغل بومب لو بشتغل بومب باخد من ثلاثة لستة شهر ركز معي لو بشتغل بومب باخد من ثلاثة لستة شهر في تحديد لو بومب هاي الناس ما بتعرف بومب احيانا بيكون هيك وعمل فجأة بتلاقيها طلعت مئة بالمئة حتى لو بومب بروح بحلل ستة شهر لورة عشان اعرف وين بدي يروح اعرف وين المناطق اللي كانوا يشتروا منها ويبيعوا منها لانا عملو له بومب اكيد بدهم يبيعوا على نفس المنطقة اللي يشهروا منها فضروري انك تعرف هاي المناطق فهلا رح نبدأ اوريكم خطوة خطوة كيف تحدد الفوليوم بروفايل وكيف نطبقه بشكل عملي طيب شباب هلا جاهزين يلا نبدأ نحدد بدي ياكوا تاخدوا سايبر مايلز خدوا عملة سايبر مايلز حطوا على شمعة الاربع ساعات او شمعة الست ساعات تمام خد من اخر ارتفاع صار اللي هو بـ 22 ماي 2018 من 225 لليوم يعني هدا حركة انت بتحكي على ستة شهر حلو حط شمعة الاربع ساعات او ست ساعات انا بنصح ست ساعات لانه يعني عدد شمعات كبير فحط شمعات الست ساعات تمام طبعا تحديد الشمعات بسيط يعني انت بتحط هون شمعة الست ساعات اختار شمعة الست ساعات بصير كل شمعة مدتها ست ساعات تمام طيب وانا مخلي زي هيك لاني بدي اوريكو شغلة عملية تمام حيطلع معك الشارت زي هيك حيطلع معك الشارت زي هيك اذا انت عملتو صح تمام طيب اول ما نيجي نعمل بدي اياك تحدد طبعا من 20 ماي حط خط هيك لليوم وحطي شتر منبه一ية حدد مناطق الـ كل منطقة وانترحدتها كيف من حدد مناطق ماي وانترحدتها وiyi حدد مناطق الـ كل مناطق ماي نرى بدي اطلق وانترحدتها تمام من اول ما بلشنا طبعا احنا حاطين هذا الخط الابيض شايفينه بدي اياك تجيب السهم تختار سهم تمام وتحط سهم من ع كل موجة يعني نزل صح نزل خلص حط سهم طلع حط سهم نزل حط سهم طلع شوي حط سهم نزل حط سهم حلو اعتبرها موجة اعتبرك هيك بتعمل زيجزاق تمام وفي فيه انديكيتر اسمه زيجزاق لكن عليك انتي اول شاء تعرف كيف يشتغل فاعمل يلا جيب حط هط اسهم حاول بقدر المستطاع انك تكبر الاسهم تمام ويكون انها نقاط مستقيمية شوف هيك سهم كامل طلع سهم كامل طلع سهم كامل طلع سهم كامل تمام هلاء شو بد يك تعمل بدي اياك من بداية السهم لنهاية السهم تحط volume profile من بداية السهم لنهاية السهم مش كان فيه سهم صغير هون حط volume profile من بداية السهم لنهاية السهم حط volume profile حدد هاي منطقة volume profile من هون لهون حط volume profile أنا نسيتها حطهم volume profile بس حطيته بعد الصورة ومن هون لهون حط volume profile ومن هذا السهم لهذا السهم حط volume profile ، بالترميز Nummer 2 المختلفة بإمكانك موضوع من منتعججز الفيديو بدي اياك هلا تعمل Plot للValue للVolume Profile بدي اياك تعمل Assign للValue Area تمام الBottoms والTops شو يعني مش انا حكيت لك انك تعمل خط في بوناتشي نفس اللي نعمله كل نفس الخط نفسه بس يكونه اصفر هلا بدي اياك شو تعمل تروح كل Volume Profile حطيته دور على اخر شمعة جوه الValue Area يعني هاي بره الValue Area صح بره السبعين بالمئة من التداولات تمام فبدي اياك تحط خط اصفر هون وتحط خط اصفر هون تمام شايفين هاي Value Area هاي Value Area فهاي اولها وهي اخر بدي اياك تحط خط اصفر هون وخط اصفر هون تمام مش خط ال HVN هادا اللي احنا عملنا حط اصفر تمام بعد ما تعمله رح يطلع معاك شكل الشارط زي هيك صار هلا عنا الValue Area طبعا مسحنا الاسهم امسح الاسهم ما الهم داعي بتحط هون الخطوط الصفر الخطوط الصفر شايف كل Value Area هاي اخر اخر خط اصفر اخر عمود اصفر تمام اخر سطر اصفر في الValue Area او اخر سطر فيه جوه ضمن الValue Area حط عليه للمنطقة المركزة بالالوان حط عليه خط اصفر تمام شايف كيف خطوط الصفرة صارت هلأ حددنا الخطوط الصفرة طيب هلأ شو بدي عمل بعد ما تحدد الخطوط الصفرة طبعا هاي تقريب لهاي الصورة هاي تقريب شوف كيف حيطلع معاك خط اصفر 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 كل ملخبط مش مشكل بس اعمل لأنا بحكي لك اياه طيب حددنا هلأ الخطوط الصفر شو بنا نعمل اللي بعده طيب ليش احنا حددنا الخطوط الصفر خلينا اشرح لك قبل من روح للي بعده هاي منطقة الValue Area تمام هلأ حشرح في الاستراتيجية شو قصة هاي المنطقة اذا احنا طلعنا بره هاي المنطقة مش حكيتها بردو قبل شوي اذا بعدنا عن هاي المنطقة لازم نرجع لهاي المنطقة تمام فما بين هدول الخطتين الصفر منطقة متفق عليها تمام فمنطقة الValue Area او اخر مكان في Value Area او اول مكان في Value Area هدول تمام شوفوا لما السعر نزل بعدين لتحت رجع لمس الValue Area تمام فاخر خط في Value Area تمام اخر سطر هذا هو يعتبر برضو دعم او مقاومة من يقدر نعتبره منطقة دعم او منطقة مقاومة تمام فبشكل مقرب هلأ بيطلع زي هيك شوف كيف معقد هاي هتلاقوا مثلا شوف اخضر فوق الاصفر ملخبط هلأ بنيجي بنظبطه اكتر طيب هلأ بدي اياك تحدد ال HVN شو يعني وش احنا هلأ وسامنا صح حدد ال HVN باللون اللي بنفس جي صح هلأ صار عندك السبلاي عندك خط السبلاي ما في مثلا هون خط دعم هاي بتحط ال Value Area وهاي ال Value Area فوقو في هون ها منطقة HVN هاي HVN مثلا هاي HVN نفس الشي Volume Profile هاي هاي HVN 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 هاي هام هون فهيك بطلع معك الشرط حدد كل HVN في كل واحدة يعني طلع ال HVN اللي هون اللي هون اللي هون اعمل زوم كبرها اشتغل عليهم اشتغل عليهم واحدة خلاص لا تشوف اللي قبل يعني بلش من فوق طبعا ابدأ من هون حدد ال HVN 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 في كل واحدة لحال لا تتطلع علي قبلها تمام بعد ما تحدد ال HVN حدد هون بعد ما تحدد ال HVN بعد ما تحدد ال HVN خلصنا هلا حددنا ال HVN حيطلع معك الشرط كيف زي هيك اشي كثير معقد من لخبة صح كل الوان وين واحد يدخل وين واحد يبيع من لخبة صح هلا لسا بوريك شو بنا نعمل حددنا هلا ال HVN صح وهي بشكل مقرب شوفوا كيف هيك شكلها يعني هتطلع هيك شكلها معك اذا طلع هيك شكلها معك انت على الطريق الصحيح ماشي تمام طيب شو هلا نعمل هلا بدنا ننظف الشرط حلو شو يعني يعني اطلع بواحدة من المرات حددنا منطقة HVN حددنا اول شي حكينا ال VALUE AREA هاي ها VALUE AREA صح بس بعدين ما نحدد HVN لقينا انه في HVN فوق ال VALUE AREA ع نفس ال VALUE AREA شو منعمل خلص بنمسح واحدة منهم فمنمسح ال VALUE AREA فبضلع لنا ايش هاي ها مساحنا ال VALUE AREA اللي هون الخط الاصفر ضلع لنا ال HVN طب ليش مساحناه لانه فيه HVN يعني على نفس منطقة ال VALUE AREA فاذا فيه HVN على نفس منطقة ال VALUE AREA يعني خاصة ال HVN بيؤدي الدور فما في داعة لخبط الشرط حلو؟ طيب وبرضو بيعطيك دليل على قوة ال HVN هاي لانه هاي ال HVN كان عندها VALUE AREA اللي هي الخط الاصفر وبنفس الوقت HVN بحطينا HVN يعني شوف حتى بشكل مقرب هيا اول شي طبعا شو عملنا احنا اول شي مساحنا الاصفر صح؟ هذا الاصفر كان هون الاصفر كان هون مساحنا الاصفر وكان فيه HVN بعدين شو رح نعملنا رح نكبرنا ال HVN عشان ناخد برضو المنطقة اللي كان فيها الاصفر فخلاص صار عنا HVN ماسك هاي اللي هو ال HVN العادية زائد الشمعة تاعة ال VALUE AREA اللي مكان الشمعة الصفرة فبدلا ما يكون عنا اصفر وال HVN البنفس الجهاية والازرق لا خلاص صار عنا HVN كبرناها من هون لهون حلو؟ طيب مثال ثاني هين عم ننظف جالسين شايف هاي المنطقة فيه هون فيه هون Volume Profile صغير وجنب هون Volume Profile فيه هون Supply شايف فيه HVN وفيه منطقة demand وفيه VALUE AREA هدوه الثلاثة فوق بعض طب ليش الثلاثة فوق بعض خلاص الغيهم تمام؟ وها دليل عقوة المنطقة بشكل فضيع تلغيهم وخلاص هي بصير عندك HVN واحد هيا شايفين؟ هاي نفس الصور طبعا هيا بس HVN واحد حلو؟ ثم بدك تلغي هدوه الثلاث تخلي بس واحدة منهم HVN طبعا وطبعا HVN كبرناه شوي يعني بحيث ياخد منطقة هاي وهاي تمام؟ يعني كبرناه شوي بس يعني ما فيه داعي تكبره ما يلو داعي لانه هنريد يحن HVN ضايفين عليه مارجن صغير يعني عامل خطأ ضايفين عليه هذا البنفسجي حلو؟ طيب نيجي كمان تنظيف أوريك وكيف تنظيف شايفين هون؟ طيب هون HVN صح؟ بعدما جينا حددنا هون في HVN حلو؟ فشو روحت أنا عملت؟ طب مدام هاي HVN و هاي HVN خلاص يا أخي امسح هاي وخلي هاي يعني هاي أقوى وأكبر من هاي فقط من خلي هاي فبنننظف الشارط هلا نفس الشي هون شايفين هاي HVN و هاي HVN طيب شو روحت عملت؟ روحت مسحت هاي HVN طب ليش مسحتها؟ لأنه السعر تمام؟ لما تأثر ما رح ما رح يعني لما السعر هون ارتد ما تأثر بهاي HVN ستتأثر بهاي HVN وبعدين HVN تنتين جنب بعض ما لهم داعي طب لو أنا بس بقدر أختار HVN واحدة أي واحدة بختار بختار هاي طب ليش بختار هاي؟ أنا بحكيك ليش؟ لأنه السعر لما نزل رجع طلع صح؟ لمس ال HVN اللي هو هذا اللي حددناه بعدين رجع ارتد لذلك الأولى ما أخذ هاي أخذ هاي لأنه تأثير ال HVN هذا اللي صار لما صار فيه هون HVN ليش صار؟ صار لأنه كان متأثر من هاي متأثر من الناس اللي هون فيعني مين الأولى؟ هاي فهمتوا علي؟ مرة تاني هذا ال HVN هون صار فيه HVN شايفين هاي الثلاث خطوط صار فيه HVN طب ليش هذا HVN صار؟ ما صار لأنه منطق التجميع لا صار لأنه هذا ال HVN لما وصل السعر هون ضرب في ال HVN هاي ونزل لتحت صار فيه ناس تشتري وتبيع وتشتري بس هذا السعر هون عم بتأثر من هاي ال HVN فمين الأولى والأقوى؟ هاي ال HVN فمنمسح هاي ال HVN لهيك بيطلع عندنا الشرط بعدها حلو؟ هاي ها شايفين كيف؟ لمسها ورجع نزل طيب اللي بعدها مرة تانية قربنا نخلص هاي النقطة شايفين؟ اخترق ال HVN عندنا هون HVN تمام؟ وعندنا هون منطقة الأخضر شايفين الأخضر؟ منطقة demand نلغي منطقة demand لأنه أريد فيه HVN وال HVN أدق كمان منطقة demand لأنه منطقة demand كانت عريضة تمام؟ فالتأثير الحقيقي في السعر صار عند ال HVN لما طلع السعر بعدها لأنه احنا HVN حددناه من هون شايفين؟ البوكس هذا أصلا محدد من هون لما بعدها نطلع السعر لمس ال HVN ونزل ما تأثر بمنطقة الإيش؟ demand حلو؟ فمنمسح منطقة demand هاي منمسحها فكيف هيك بسية شكل الشرط شايفين؟ منزل من هون اخترقها لتحت ما تأثر بال demand اللي هو الأخضر اللي كان هون لمس ال HVN ويرجع ارتد صح؟ فخلص هذا الأخضر ما مسحناه هيك نظفنا الشارط تمام؟ نفس الشيء اه هون شوف عندك هون HVN هايها HVN وهي الخضرة supply منطقة demand عالي خلاص بمسح منطقة demand وخلي منطقة HVN حلو؟ الشارط هيك كان أول ما حددناه هلأ صار أنظف صورة مقربة أكثر هيك كان هلأ صار هيك هلأ صورنا بنقدر إنه نتداول هذا الشارط وهذا اللي حنحكي فيه حاليا كيف ممكن نتداول هذا الشارط لأنه في مجموعة من استراتيجية ممكن نستخدمها علشان نتداول هذا الشارط بس هلأ صار أنظف تمام؟ آم طيب أنا شو هاي هاي هذا الشارط نفسه قبل ما أنظفه قبل ما يتنظف بالصورة هاي ونفس الشارط بالضبط تمام؟ قبل ما يتنظف الشارط فشو عملت؟ هاي ها شوفوا أوريكم يعني ما أبدأ عيد العملية مرة تانية بس خلص يعني هاي الهداعي هاي الهداعي هاي الهداعي خلص هاي عندك وحدة بتكفي هاي و هاي لا خلاص امسح وحدة بتكفي هاي الصفره ما إي هداعي لأنه أردي Hurifah منطقة الحOs هاي الصفره ما إي هداعي لأنو فيه هونه هاي مالهداعي لأنو فيه فوقه harifahvn هاي مالهداعي لأن يحنا نضمار الشارط تمام؟ هاي مايلها داعي هاي الخضره مايلها داعي وبعيدي يعني إحنا هلأ وين والسعر وين هاي مايلها داعي لأنه في فوقها HVN نظفت الشارت بس انت هلأ أخذت نظرة على الشارت انت فهمت شو اللي عم بيصير حاليا حلو؟ هاي مثلا هادول مثلا مايلها نداعي خلاص هي مفروض هاي بس خلاص يعني هي مسحنا واحدة كانت هون فمثلا تمسح الأصفر وبتمسح السبلاي الأخضر مايله داعي خلاص هاي منطقة HVN واحدة هاي المنطقة مثلا مايلها داعي هاي مثلا مايلها داعي هون صار عندك ارتداد من الأصفر هاد مايلها داعي تمام ليش؟ لانه الارتداد صارتo ก بالHVN هيا الخضره حكيهنة مايلها داعي صح؟ جالك خضره خضره وصفره فوق بعض بتشيل هاي كل حكيهنة متأثرنا من السعر مايلها داعي خلاص؟ هاي طبعا برضو نفس الشي ايه خالص مسحنا هلأ الشارت صار نضيف صرنا نعرف ون نتداول طيب في المكان اللي احنا فيه هلأ خلص صارت واضحة احنا هلأ عندي HVN كسرنا HVN من فوق طبعا كسرنا هون كمنا لفوق رجعنا نزلنا ارتدينا بقوة رجعنا نزلنا ارتدينا بقوة رجعنا نزلنا شو بديو يصير بديو يصير ارتداد بقوة بديو يصير ارتداد بقوة بديو يصير بسيطة بسيطة بديو يصير بسيطة بسيطة يا حبيبي ولا أبسط منها استوبلوس تبعك بديو يصير طبعا لازم يكون فيه استوبلوس تحت ال HVN هيك تحت ال HVN خلص بس وصلت هون استوبلوس اذا رجع طلع مرة ثانية ممكن يرجع يطلع مرة ثانية وكسر هاي لفوق يرجع يدخل مرة ثانية عادي يعني الصفقة ما بتبطل ممكن ينزل عشان انت تضرب استوبلوس وتبيعه فهو يشتري منك سنحكيها بسراتيجات التداول بس هلا انت فهمت كيف انا عملته طبعا هاي الخطوط الصفرة اذا انت عندك مش طالعة وما الهداع طبعا انا طلعتها من خلال هون بالتضغط على الاعدادات تحت ال Volume Profile اللي هو Session وبتشيل Extended Point of Control رايت شوفنا ما Extended يبين وشيل Extended يروح هاي اختفى وشيل اصلا ال Visible Range بالنسبة لي الاجتماعات دائما هاي شكلها في عندك نوعين الاجتماعات انا باخد ال Holo Candles نفس الشي بس شكل احلى بس هذا هو فانا عندي منطقتين شراء هاي المنطقة ال Stop Loss هون وهاي المنطقة و ال Stop Loss تحتها بشوي وشوفوا الارتداد اللي صار من هاي المنطقة قوي جدا تمام طيب شباب هلا في مجموعة من الطرق احنا ممكن نستخدمها عشان نداول التحليل هلا احنا عملنا الاولى اسمها HVN Bounce Back ال HVN Breakout ال HVN Breakout ال HVN Breakout هاي استراتيجية انا وعدت كل حضور مخيم الملايين اني ما اكشفها لاي شخص فاذا حابت انك تعرف هاي استراتيجية وكنت مهتم اكتر يعني تفضل معانا على مخيم الملايين مليونز دوت كامب ادخوا على موقع مليونز دوت كامب يعني حتى تقدر انك تسجل في المخيم ان شاء الله سيكون يعني لسه ما اعلننا بس يعني على راس السنة او ما بعد هاي استراتيجية يعني دقتها تقريبا 92% وبنسب لي استراتيجية سرية صراحة وانا اكتشفتها شخصيا يعني ما حدا ما حتلاقيها في اي كتاب في اي مكان فبدأ اعتذر منكم اني ما حقدر احكي هاي استراتيجية حاليا ممكن بعدين انا افصاح عنها لكن حاليا انا هاي wounded حضور المخيم الي ما احكيها لحده الا للناس أستراتيجية قوي جدا وهي يعني من أقوى استراتيجيات الي موجودة بس اعذروني تعريacion يعني انا عند وعدي زي ما وعدتكو اني راح أعماليكم فيديو المخيم بتاعذروني اعاطoir عمدي وعدي للشباب حضور مخيم لا ساقدر افصح عن استراتيجيات لكن مبدئيا اليوم ع plumم يتم بس 90% وع carne y sa partiger كلهم. يعني بستخدمها مرة كل سبع صفقات او كل اربع صفقات. الاولى اسمها الاتاني هاي هي الثلاث استراتجيات اللي راح نتعلمها. تمام? حلو? فاحنا هلا احنا طبعا هذا الشارط المفروض هيك يكون انت عندك. تمام? فعنا هلا هذا الصعود. المحدد بهاي المنطقة. فهلا نعرف طب وين ندخل وين نطلع. تمام? فالثلاث استراتيجيات الموجودة هي الباونس باك لبريكاوت والريجيكشن. الباونس باك شو يعني? الباونس باك يعني لما يجي يطلع من هون. شوفوا كسر لفوق. طلع صح? طلع لفوق. ما نرجع نزل باونس باك صح? نزل لتحت. باونس باك. باونس. لمس. باونس باك. نزل. لمس. باونس باك. هاي الزينا من باونس باك. هاي. تمام? نفس الشي مرة تانية كنت يخرج انجأه نزل. لمس باونس باك. رجع وانجأه نزل. لمس باك. حيسير. باي استراتيجيت الباونس باك. ستراتيجية الاتش اي يان بريكاوت يعني تستنى يسكر الشمعة فوق الاتش اي فيان تشتري لانه حيروح الاتش اي فيان هون. تشتري. طلع على فوق. حلو? فهاي استراتيجية. هي الاستراتيجية اللي احنا بنستخدمها لما يكون في مناطق يعني شايف هذا الخط الاخضر. خط ايش? طلب عالي. فلو رجع نزل من هون بشتري على طول. فهاي منطقة منطقة مرفوضة على طول اي ده لمسها بس بنزل بنمسها بعمل بطلع على فوق. طبعا متى صارت صارت هون. هاي كانت خضرة برضو بس احنا نظفناها صح? فرجع هون لمسها وطلع على فوق. فهاي المنطقة اللي هون هاي اللي هون لما نزل اعطى ذيل لمس المنطقة هاي وارتد لفوق. هاي كانت منطقة خضرة زي هيك. كانت منطقة آآ آآ طلب عالي جدا. بنفس وقت منطقة فمنعتبرها برضو آآ واغلب اصلا مناطق هي الخضرة اغلبها عند يعني شايف فتحت بشوي هاي كان هالمرة هاي هاي اتش في ان او مثلا هاي على اخر هاي كانت على يعني كان في هون خضرة لما نظفنا مسحنالا ولايش خضرة فوق بعض فخلاص بس واحدة. فهاي برضو كانت منطقة اتش في ان. فاغلب مناطق المناطق اصلا تكون مناطق اتش في ان اغلبها. تمام? واذا كانت منطقة منطقة HVN يعني منطقة HVN ومن نفس وقت منطقة HVN هذا إضافة على قوة هذه المنطقة يعني هذا تأكيد أكثر على قوة هذه المنطقة طيب نيجي نيجي هلا نطبقها طبعا كسرنا هون هاي اخترق من HVN صح كمل لفوق رجعنا هنا تحت لمسها باونس باك رجعنا هنا تحت لمس منطقة لأن احنا محددين منطقة من هون رجع لمس هاي المنطقة لما ننزل رجع لمس هاي المنطقة وطلع لفوق رجع ننزل كم مرة لمس هاي المنطقة رح يطلع لفوق طيب وين مناطق الدخول المستقبلية أكثر من منطقة المنطقة الأولى عند اختراق هذا ال HVN المنطقة الثانية لما لمس هاي المنطقة لما لمس هاي المنطقة المنطقة الثالثة هون لأن هاي هاي ها شايفها هاي P-Shape هاي أصلا حطيت هون Volume Profile من هون لهون رح يعطيك P-Shape صح؟ وشو حكينا P-Shape اللي زمان تتذكروا P-Shape اللي فوق حرف P بطلع وينزل بالمسها من هون وبرتد بقوة صح؟ نفس الشي فهاي منطقة الدخول فبتحط أنت هون منبه لأنه أول موص هاي المنطقة بتدخل علي طول نفس الشي هاي منطقة الدخول منطقة Rejection لأن هاي منطقة عالي جدا في أخضر هون شايفينه تمام؟ وزايد HVN فباستنى ينزل لهاي المنطقة وبشتري هون هيطلع 15% 22% أو هاي المنطقة لما يكسر HVN 9% بسيطة جداً شايفين كيف التداول هون ولا اسهل منه طيب نيجي نعتبر انه بنا ندخل في منطقة هاي صارت في البيتكوين اليوم كسر هون ال HVR حلو نعتبر انه هون دخلنا هون طبعا هي شمعة الاربع ساعات دائما خليكم اي شمعة الاربع ساعات ما سكرت فوق منطقة ال HVR وما سكرت فوق المنطقة ال error يعني لو ما عناش منطقة المارجن هاي الاضافية اللي حطينها كان المنطقة الزرقة بس الموجودة تمام فا يعتبر سكر فوق المنطقة الزرقة بس لما احنا حطينا هاي المنطقة البنفسجية ما سكر فوق المنطقة البنفسجية فاللي استعجل وشرأ خرب ع حاله تمام فا احنا بدنا شمعة الاربع ساعات تسكر فوق منطقة ال HVN فوق البنفسجي وفوق الزرقة يا سيدي نعتبر انها سكرت دخلنا هون بعدما كسر وين ال stop loss تبعي ال stop loss تبعي تحت ال HVN هيا ال stop loss تبعي تحت ال HVN لانه لو كسر HVN بدي يروح ال HVN اللي بعده طبعا اذا كان هذا الشارت صحيح هو مش هيك مرسوم بس يعني بشكل عام انسوا انه هذا البيتكوين انسوا كل اشي لانه الشارت في البيتكوين غير شوي او اللي صار اليون غير لانه فيه اتش في ان في المنطقة اللي احنا فيها هون بس انا مش راسمه فالشارت مش مرسوم صح بس نعتبر انه ما فيه تاريخ يعني ما فيش هون اتش في ان لو كسرها يا وين بيروح غصبت عنه بيروح لهون لانه خلص كسرها هيو هاي هاي اله هاي اللي بعده ومنطقة الدعم اللي بعدها او منطقة اللي وافق عليها الناس عالبيع والشرة كانت هون هلا وين المنطقة اللي بعدها هون فغصبت عنه بدي ينزل لهون فالستوبلوس تبعك بد يكون تحت منطقة احبان بشوي يعني بدك تاخد عامل الخطر يعني شوف هون اعتبر انك دخلت هون صح دخلت هون سكر فوقها رجع نزل تمام رجع نزل لتحت لانك حاطف هون كان سحب الستوبلوس تبعك ورجع طلع يعني هاي ممكن طلع اثنين بالمية او واحد بالم بس عكل حال هاي مثلا تعتبر صفقة فاشلة بس جيبت صفقة فشلت عشان انك تشوف المثال عليها بس هدي اشي طبيعي يعني لو رجع مرة تاني رجع نزل ورجع هلا مرة تاني اخترق هاي الهجبان على طول بشتري على طول بشتري تمام طيب لو رجع نزل لهون ورجع طلع طلع لهون ووصل هاد الخط البنفسجي شو هيصير حيرتد لانه حكتلك الاولوي الارتداد مش اختراق الهجبان جدار اختراق وصعب تمام فالاولوي او الغالبية انه ما رح يخترق الهجبان رح يرتد من عنده فلو نزل لهيك وعين رجع الطلع حيلمزه الهجبان ويرجع كمل نزول هادا الاغلبية اذا ما كمل نزول رجع الطلع وكسر هاي الهجبان اوكي هون تتغير الواقع صورنا كسرنا هاي الهجبان يعني منشتري فوق هاي الهجبان صح والهدف وين الهجبان اللي بعده او مثلا اثنين بالمئة واحد بالمئة اكي فكحب مثلا ربح بسيط بتكاشتنا الهجبان اللي بعده هادا شرح الستيرز داون بس ما ما حانيشرحو نكمل للموضوع اللي بعده هلا انا شرحت لكم استراتيجات البسيطة لاستخدام الفوليوم لاستخدام ادوات او كيف نتداول الفوليوم البروفيال بونس باك او بريكاوت او ريجكشن ايريا سبلاي ديماند طيب طيب نيجي هلا لمنطقة الهجبان الهجبان عبارة عن فيول بنزين تمام اذا كنت في الغد من الهجبان الهجبان يتضح من الهجبان الهجبان لتقليقنا هاي او بلغة يعني احنا هلا منطقة الهجبان صح نزلنا لهون البنزين الموجود اللي احنا مون عند HVN البنزين الموجود انه يرفعني لفوق عالي ليش لأنه HVN بآخر يعني هاي منطقة Value Area هاي منطقة Value Area صح تمام كل Value هون وهاي Value او هاي منطقة Value وهاي منطقة Value فالارتداد من هون اذا صار هيكون قوي جدا لأنه هذا بنزين فعشان يستهلك هذا بنزين شوف كم راح يطلع راح يطلع من هون هون عشان يستهلك البنزين هاد طيب uh so no value area rejects and send price to the value non value area rejects and send price to the value يعني لما نكون احنا في هاي منطقة اللي هي منطقة non value area شايفين احنا حددنا هالال côngآ من هون لهون هاي منطقة ممكن وش مبين عدكم في الفيديو محدد من هون الهون تمام لهون هذا كله مش محدد طيب هاي منطقة شايفها منطقة مش Value Area طلع لما طلع منها طلع منه ال Value Area فهيا منطقة مالهاش قيمة طلع منها بما الناس العادية اللي بيستخدموا التحييل الفني هم الليشاروا. تمام. بعدين ارتد. ليش? رجع ضمن الفاليا. لازم يرجع جوة الفاليو اريا. الفاليو اريا مهمة. لازم يرجع جوة منطقة الفاليو اريا المنطقة الحقيقية لقيمة السلعة هذه. لقيمة البتكوين لقيمة ما الذي تداوله. طيب فشوف. اذا ادفع السعر الغصب عنه للبوينتو كنترول البيانات المترجم للقناة وقام بالنسبة للمنطقة وقام بالنسبة للمنطقة من اين ارتد هذه المنطقة؟ من اين؟ اذا اضعنا خط أصفر سيكون هنا خط آخر فأنا سأقول لكم دائما نضع خط أصفر على آخر من هنا ومن هنا خط أصفر خط أصفر من هنا غصبة عنه ارتد من هنا خط أصفر طيب المحدد من هنا لهذه الشمعة حلو؟ هاي منطقة خارج هاي وين بتفيدك لما تشتغل في بمب لما يكون عمل عن تطلع بسرعة بسرعة بدك تدخل فيها لا بدك تصبر اذا احنا مش في منطقة لا تدخل لانه عمل بمب وطلع 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 سيرجع ينزل غصبة عنه ارتد شوية منطقة إذا كسر الـ نزل نزل آخرته يرجع لازم يرجع لان هذه القيمة الحقيقية إذا بده يرجع كم صعود بكم صعود بس لازم يرجع مثال تاني ثالي بعده هاي منطقة خارج هاي منطقة هاي منطقة هاي منطقة طلع من الـ رجع لها يعني انت وين تشتري دائما هون لما يكون بره الـ لانه بده يرجع غصبة عنه بره الـ يعني undervalued هون undervalued طيب لما يكون هون يعني overvalued يعني قيمته زيادة عن لزوم لما يكون السعر هون قيمته زيادة عن قيمته الحقيقية لما يكون السعر تحت يعني الـ الـ تحتها المنطقة يعني هلا احنا هون على طول تشتري هون لانه هاي القيمة الحقيقية رح يرجع غصبة عنه لين للـ لأكثر منطقة تم فيها شراء لانه الحيتان هاي المنطقة اللهم يشارين منها ف طلع يعني ما مش قادر يتحكم في السوق فنزل لتحد رجعوا دفوا السعر رجعوا من المنطقة اللي هي مش value area رجعوا لـ ثبت شوي شوف ثبت هاي الشمع الحمرة رجع كمل لفوق بعدين نكمل طريقه اذا بدي يرجع ينزل فعني حتى لو في موجة هابطة لازم اصبت عنه يرجع لـ بعدين يكمل طيب مرة تانية محدد الـ بهذا الصندوق لهاي الشمع اللي هون حلو احنا البمب انت شفت بمب طالع دخلت انت هون غلط لانك لو بدك تدخل بدك تنتبه هاي الـ هاي مش القيمة هاي منطقة ما الها قيمة هاي منطقة ما الها قيمة قيمتها مش حقيقية زي ما حكينا السعر عبارة عن مسوق كانت فوق اول ما بلشنا السعر مسوق اه يلا مين يشتري بيحمس الناس تشتري مش القيمة الحقيقية القيمة الحقيقية بتبين لك بالـ هي منطقة الـ فهاي منطقة الـ كل مرة ينزل يرجع يرجع خلاص محفوظ جوا هاي المنطقة هاي المنطقة هاي القفص تبعه لما طلع منها وين يا حبيبي طالع حيبجو القيمة الحقيقية رجع نزل تمام فرجع نعمل له الـ حلو مثال اللي بعده شوفو هون طلع بره الـ هون ندف لتحت رجع طلع بره الـ ندف لتحت تمام نظل حوالين هاي كسر الـ ندف لفوق رجع نزل لتحت يعني انهيار قوي رجع طلع للـ لمس الـ تمام حكينا excellent حكينا غطوط الخطوط كلها نقاط دعم أو مقاومة اذا كانت من فوق أو من تحت تنام فهون هاي منطقة ايش منطقة الدعم الخط الاصفر هذا اللي هو العمود الاصفر الي احنا عملنا هاي منطقة الدعم و mechanical ليس الان temple لما كسرها من تحت نزل لازم يرجع consumes tingle لازم يرجع reste قبل ما يكمل يعني إذا هنا قرروا يعملوا فيديو اريا جديد يعني مش هي الفاليو ايريا فيه فيديو اريا تحت حلو بس قبل ما يعملوا فيديو اريا جديدة لازم يرجع يلمس هاي الفاليو اريا بعدين يكمل فored عمل retired المس الخاص بكمل اللي بعدها طيب قبل ما يغير الر client نشوف هنا صعود تمام هاي كله بمب طلع طلع هون انتهيت هون بمب بات ناس تشتика بطلع السعر بس هدا السعر مش حقيقي هدا مش فاليو هدا لا يقدر الفاليو اريا هون هاي منطقة الفاليو اريا فرجع غصبة عنه السعر لمس value area رجع نزل لما رجع طلع برضو رجع مرتين ينزل لازم يرجع يدخل جوة value area هاي قيمة الحقيقية حلو بعد ما رجعوا على القيمة الحقيقية رجع طلع رجع نزل لمس value area اخر مرة بعدين خلق value area جديد خلص هاي value area انتهت هلأ ال value الحقيقية لهاي العملة زادت مش هون صارت فوق كمان عشان يكمل صعود لفوق فاهمين علي اعطيكم مثال طيب فهاي بالنسبة ال value area هاي اظن الامثل الكافي يعني لما تيج تحدد volume profile تلاقي السعر برع ال value area هون انت في خطر اذا برع ال value area لفوق اذا برع ال value area لتحت اشتري على طول فكرج زي ما صارف البتكويل لما شريت كان سبعة الاف ومئتين عفوا ستتالاف ومئتين ووصل سبعة الاف وثلاثمئة بغل نظر عن سبب الصعود طلع من سبعة الاف من ستتالاف ومئتين لا من 6,290 يشي زي هيك 280 هلا سبعة تلاف خمسمية سبعة تلاف ستمية طلع ولا ما طلع طلع خاص بغض النظر المهم طلع المهم فها هي شوف هاي منطقة الباليو ايري اذا كنا احنا تحت الباليو ايري من هون من تحت على طول اشتري على طول وفي كثير فرص يعني انت ادخل في السوق حلل اذا لقيت منطقة تحت الباليو ايري على طول اشتري تمام هلا مش انا حكيت لكم هاي عبارة عن بنزين شو يعني يعني لو نزل وارتد من هون ده ونزل من هون هاي هون اتش بيان صح لطلع الفرولوجو مش يبين عندكم بسلي ب boast مبيني عندي محدد من هون له�� خضر الى هون حلو هاي ه اتش بيان صح هاي 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 ارتد من عندها صح هاي 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 تلع من هون هاي وغ 일�را يسكركم ابقال المموس mm. إن احتى هنا لتحت الآن فنشتري من هون تمام لا نرتد لأنه حيرتد بقوة فليش سيرتد بقوة لأنه قدامه كل هاي منطقة ال VALUERIA هاي منطقة كلها VALUERIA هو بآخرها تحت هو بآخر منطقة ال VALUERIA تحت فهاي كلها اعتبرها بنزين زي النايتروز زي التيربو هاي كلها بنزين فارح تسحبه بقوة 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 لآخر لل HVN اللي هي كانت هون هاي ال HVN اللي هون سحبت ولمسها بعدين كمال نزول وقف شوي شايفين? وقف هون على الpoint of control ارتد شوي. يعني رجع نزل ارتد شوي. بس صار الpoint of control ايش? نقطة ايش? مقاومة. مش نقطة دعم. هون. هون. نقطة دعم. هون. نقطة مقاومة. خلاص نزل. صارت نقطة مقاومة. اول ما تشوف او 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 تحول من نقطة دعم لنقطة مقاومة. اعرف انه في نزول. على طول. يعني هذا الاتش في ان. تمام? اخترقوا لتحت. رجع. بدل ما يخترقوا يكمل لفوق. تحولت هاي. يعني هاي كانت نقطة دعم هون. هون دعم. تمام? اخترقها لتحت. كسرها لتحت. لو رجع طلع مرة تانية لفوق. ولمسها. تمام? ما كمل لفوق. ما عارف يكمل لفوق. فصارت الدعم اللي هون. مقاومة هون. فرح ينزل. طب ليش? لانه خلاص. هاي المنطقة ما بدهم السعر يطلع اكتر من هاي المنطقة. تمام? فهذا بالنسبة لمنطقة حالو? ليش اللي بعده رح نحكي فيه اللي هو التايم زونز. ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ونشوف نقاط دخول ونقاط خروج سريعة مع نقاط بدي اياكم انتو شخصيا يعني تعملوا هذا الاشي لانه ما هتعرف تتعلم الا لما انت شخصيا بنفسك تعملها يعني انت تشتغل وتتعلم طيب اسهل طريقة انا بحكيك شو تعمل طيب في عندك هون كبس اسمها اضغط عليها هيطلع لك خط احمر ارجع في الزمان لهون حلو خلص راح مسح لكل الشارت اللي قبل هون تعتبر هذا الاسه ما صار ما بنعرف شو بده يصير طيب شو بنعمل هلأ يلا نعمل تطبيق سريع على الولوم فروفايل ولازم انتو تعمل طبعا تطبيق لنفسكم شو بدي اعمل هلأ بدي احط اسهم صح طيب يلا هاي السهم الاول هاي السهم الثاني يعني هاي بنعتبر هذا السهم وهي السهم الثالث وهي السهم الرابع وهي السهم الخامس تمام بنعتبر السهم الخامس لهون مش مشكلة طيب شو بنعمل هلأ بنحق من السهم الاول السهم من اول السهم لاخر السهم اللي بعده من اول السهم من احيها طيب اللي بعده شايفين اللي بعده من هون لهون واللي السهم لاخر السهم رسمنا هلأ صح طيب هلأ شو بنعمل بنحدد مناطق لا بنحدد مناطق بعدين بنحدد مناطق بعدين بنحدد مناطق حلو هلأ بننمسح طبعا ايش الاسهم بنا نمسح الاسهم ما لها داعي خلص خلصنا منها بس احنا الاسهم هلأ بدنا لحدد مناطق الايش سيبلاي وديماند سيبلاي وديماند ركزوا معي سيبلاي وديماند طيب وين في مناطق سيبلاي وديماند قبل اخر هبوط شوفو قبل اخر هبوط هايها هاي شمعة خضرة صح باخد الشمعة هايها طبعا هاي منطقة ايش سيبلاي ببديماند لونها احمر طيب عنا منطقة ارتفاع تاني صح هايها نزول بعدين شمعة حمرة بعدين ارتفاع صح هاي مش قوية لكن في واحد اللي بعدها اللي هي هاي شايفين شمعة حمرة وبعديها ارتفاع قوي جدا فنحدد هلا من الويك للويك من ديل الشمعة لديل الشمعة شو اخر شمعة قبل الانفجار السعري هايها هايها الحمرة من اول الشمعة لاخر الشمعة حلو هاي منطقة ايش منطقة ديماند منطقة طلب لانه من هاي المنطقة طلع السعر طيب حددنا هاي نيجي للي بعده قبل الاخر هبوط شو صار هاي منطقة سبلاي صح ولا صح صح هاي منطقة سبلاي طيب طبعا هادا بعدين صار هبوط حر هبوط حر هبوط حر ما في اشي يعني يذكر وإلو قيمة تمام لكن صار عنا هون شايفين هاي المنطقة اللي هون هاي ها شوفوا كيف هاي المنطقة اللي هون صار فيه انفجار قوي فانا هاي بدي اعط يعني اخر شمعة حمرة هاي ها وهي منطقة ايش منطقة ديماند حددناها طيب شوفيه كمان صعود عنا هادا الصعود هاي هاي منطقة ديماند او ممكن نعتبر هاي منطقة ديماند او ممكن نعتبر هاي منطقة ديماند هي حلوة منطقة هيا هاي وعندك هاي شايفين كيف كون اول منطق الديماند بعدين كون تاني منطق الديماند يعني في صعود صح طيب وهاي منطق الديماند طيب حددنا هلا مناطق سبلايو الديماند صح معلش الشارط ملخبط حننطفه طيب نيجي اللي بعده شو هلا بنحدد بنحدد مناطق الفاليو اريا هاي في بناتشي بدي احد منطقة الفاليو اريا هادا الاصفر اخر شمعة في الفاليو اريا هيها حلو هيها اخر صف فاليو اريا quienو هيه صح طيب اخر صف فاليو اريا وين هو هيه حلو اخر صف فاليو اريا وين هو هيه ثم ثم أخر خطة أسواء حددنا الغطة أخرى أخر خطة أسواء كل كل من فوق ومن تحت احيانا ما يلو من تحت بس يعني هون يلو من تحت وهي هون اخر صف واخر صف صح صح طيب بديك تركز شوي في عندنا مناطق عم تتشابك صح يعني منطقة value area بس بنفس وقت supply صح هيا شوف منطقة demand عفوا منطقة demand وبنفس وقت value area نفس الشي هون هيا شايفين منطقة demand وبنفس الوقت value area يعني هاي المنطقة قوي جدا وهي نفس الشي منطقة demand وبنفس الوقت value area هيا شايفين هاي value area وهي already اصلا منطقة demand طيب شو هلا هلا بنا نحدد ال HVN لسه ما اجاش وقت تنظيف حننظف طيب حدد ال HVN هيا HVN طبعا طب هاي هاي HVN هاي الشمعة هاي HVN طبعا HVN يعني ما بحدد ال HVN لهون لأ بحدده لهون وفيه زايد هدا بطلع هيك زايد ونفس الشي هون حلو طبعا هاي HVN فبدأ حط HVN طيب هاي HVN بس ما لها داعي يعني ما صغيري ما 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 أثرت في السعر هاي الأساسي لأنه هاي القبل هاي الأكبر طيبirty وين في كمان HVN يا شباب هاي 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 ه ومنطق الديماند فلازم احدد هاي المنطق مهمة هاي من اقوى المناطق طيب نيجي للي بعده وين فيه اتش في انز طبعا بنحدد برضو الاتش في انز اللي بالابيض ما عليش انا علق اندي الكمبيوتر انا اسف جدا طبعا اسف بس الجهاز علق ورجعت شغلته فحددنا هنا الاتش في ان بس ما حكينا اي منطق فيها خدمة leven الاخر ودرا الفاليو اريا منعتبرها AccessPhot هاي المنطقه شايفين AccessPhot معها هاي المنطقه فهذا اشي حلو ومنحدد نشوفو حتى بتيجيك دبل AccessPhot لانا معاك هاي كامله صح هاي وهاي هاي فهي عاني تعتبر AccessPhot بس اليه اتي بدك تاخده بعين الاعتبار انه هلا صار عندك اتنين AccessPhot هاي خليفها لما نيجي لمساحها طيب نيجي لا اللي بعده عنده هون حكينا HVN هاي عندنا HVN تمام السعر وقف عندها شوي لكن HVN صغيرة يعني HVN صغيرة هاي HVN كبير HVN حلو شوفت السعر هون جمع هون هاي طبعا VALUARIA هاي كلها هاي ما فيش شو أحدد ال HVN لما أحدد يعني هاي منطقة تجميعية كاملة هاي تعتبر منطقة تجميع كاملة فلو بدي أحدد هون HVN يعني ما بعرف شو أقول لك بس يعني هالفاضي هلا ليش لأنه تحديد ال HVN هون هيكون صعب شوي لأنها منطقة عشويية شوف منطقة تداولية هلا لو نحن طبعا بس بيحكي ع هذا الحكي هيك يعني بس أكيد بحدد ال HVN هون ليش لأنه هاي يشوف كسر هذا ال HVN كسر هذا ال HVN راح له الجنب وكسر ال HVN راح للبعده هلا تشوف شوف راح للبعده كسر ال HVN شايف كيف راح اللي بعده فعكل حالة هي منطقة الجمعية كاملة والردي صارت طب فأنا لازم أحدد HVN طب شو أعمل؟ بأحدد أهم ال HVN الموجودة اللي صار منها ارتداد سعر أو صار منها تأثر في السعر شو هي؟ هاي هون السعر وقف هون والسعر وقف هون صح؟ فهاي لازم تكون HVN يعني هاي لازم تكون HVN شوف لانو رجع نزل السعر هون احنا حددنا HVN من هون تمام؟ صح؟ فهاي نعتبرها منطقة HVN شو كمان نعتبرها منطقة HVN؟ هاي لانا هونا Point of Control فهاي بعتبرها HVN لو أجيد أحدد من هون ما حعرف أحدد HVN صح؟ من هون ممكن أحدد HVN هاي هاي HVN هاي HVN لانو السعر جمع عندها وهون لما رجع طبعا طلعني زرتد من عندها ورجع للتد واعتبرها دعم خلاص هاي اعتبرها انا HVN طيب هلا اشوف كيف صارت ايش صارت الشارت كيف صار معي بشكل شوي معقد عندي هون HVN طيب عندي هون HVN بس ما هاحددها طب ليش؟ لانو ال HVN اللي هون نزول فمش منطقة تم تجميع فيها قاعدي زي هون لا هي منطقة تنزول فتجميع ال HVN هاد هون كله êt Lead أيها السهم لما حدينا Het الدعم من هون لهون لهون هذا اصلا كان تأثير مفعول هن لانو تطع مش هون تطلع برا ال Value Area هاي ترا cliché هاي هال Value Area هاي الخطلة أصفر رجع لتحت طلع منها طلع منها طلع منه أصبت عنه ورجع دائماً هون بتشتري لازم تشتري إذا طلع بره على طول اشتري لأنه حيرجع صار في نيو قبل يومين عملي اسمه نيو طيب نفس الشيء هاله رجع باونس باك اتش في ان يعني نعتبر انه احنا اصلاً هاي مش راسمينها طيب الفوليوم بروفايل لهون محدد طيب لأنها اتش في ان وفاليو اريا ومنطقة ايش سبلاي طبعا منطقة سبلاي لأنه اريدي محدد عفوان محدد لأنه اريدي صارت بس نعتبر انها ما صارت اريدي اتش في ان يعني لمس اتش في ان اتش في ان اتش في ان ايش باونس باك شوف كيف باونس باك بقوة طيب شونا نعمل الان ننظف الشارط كيف ننظف الشارط كالتالي نيجي نتطلع على نبدأ من فوق طبعا ترجيخ منطقة اول شي عندي منطقة ممنطقة سبلاي الكبيرة وعندي اتش في ان فاخرة با شيل السبلاي مايلي هاداة هو انا اتش في ان وفاليو اريا بشيل الباليو اريا اول شيب اكبر اتش في ان بحث تشمل الباليو اريا وبشيلبل البالو اريا الالصفره هاد بشيلها طيب باجي لا laser طيب باجحالовали بعدوا تمام مايلي هاداة هاي ما لها داعي الصراحة هاشيلها طيب شلناها هاي ما لها داعي يعني حيصير في عندها ارتداد لا هاي خلوها هلا نشوف شو بدي يصير في المستقبل من عند هاي النقطة فخلوها طيب هننظف اكتر شوي هاي ما لهاش داعي خلص شلناها لانو اريدي عندك وهاي منطقة ما لها داعي شلنا لانو اريدي عنده طيب هاي هاي منطقة الي هون منطقة LHVN يعني هاي هون لها HVN كبير طيب نرجع نلفي كمان مره هون عندك VARIA و الريدي في HVN فما ليلها فنشيلو طيب طيب لما صار هون ارتداد كان الى اقوى من اقوى من هون وله من هون الارتداد لا كان الارتداد اقوى من هون لانو ثبت هون شوفوا طلع هون ثبت هون ثبت هون ما ثبت هون بس لمسها فراح عمل لي يعني لمسها وخلص يعني لغاها لغلي قبلها يعني بالأحرى أنا راح أشيلها لأنه بدك تخلي مسافات بين الـ HVN إذا ما في مسافات ما بينهم ما راح تعرفت الدور راح تطلخ بقى حلو فأنا بدأ حاول بقدم مستطاع أن أشوف شو بقدر ألغي شو بقدر أخلي مسافات نزل هون رجع ارتد من هاي لا هاي بالو إرية مهمة ما بصير أشيلها طيب هون برضو ما بصير أشيلها طيب شو بصير أشيل بصير أشيل هاي مثلا ليش طب بصير أشيل هاي ليش لأنه في فوق هاي HVN وبنفس الوقت لما كان في هاي المنطقة رجع لمس الـ HVN رجع كممرة لمس الـ HVN فكانه بيحترم هاي الـ HVN أكثر من هاي الـ HVN صح حطر لني أشيلها طيب شو هلأ هلأ نظفنا الشارط صح طيب يلا كيف نتداول عنا ألا أستني نظفنا الشارط صحيح نظفنا الشارط وعنا هاي منطقة الـ VALUE أريا طيب وين أنا ممكن أشتري هلا أستني هون بدو تنظيف الـ الأخضر هادا ما إلو داعي لأنه فيه HVN الأصفر هادا ما إلو داعي لأنه فيه HVN وهذا الأصفر برضو ما إلو داعي لأنه فيه HVN نفس المكان هو نفس الشي الأخضر هادا ما إلو داعي فيه HVN هادا الأصفر هادا والأخضر هادا ما إلو داعي فيه HVN صحيح طيب يلا هلأ شو نعمل هلأ شو طرق التداول حكيناها HVN باونس باك ليس طيب وين في مناطق قوية هاي المنطقة هاي ههم هون على ألف شوف كيف نزل قوي نزل دفه بعنف هاي منطقة رجكشن فانوانا ممكن اشتري لما ينزل باونس باك او اشتري لما يعمل بريكاوت لهاي لما يعمل بريكاوت لهاي هدفي هون طيب يلا هنحط هدافنا هدفي اول هون هاي 5 بالمئة اخترق هاي هون حتى يمكن اصلا يوصل لها هون بس ياسيدين اعتبرها لهون 10 بالمئة اخترق هاي 17 بالمئة اخترق هاي طبعا تحديدك بدي يكون للبنفسجي احسن مش لاخر الازرق يعني يعني لأول نقطة في الهون من هون يعني من الاختراق لهون حتى هاي هون غلط هيك المفروض تكون طيب اخترق هاي لهون طبعا الاول انو يرتد من الهون اخترق هون رح نشتري ونبيع هون اخترق هون اخترق هون ورح نشتري شوفوا كم فرصة استثمارية تكون تمام ما بتعرف اي واحدة رح تمشي معك طيب هاي كمان تسعة ومينة طيب هلا بننبلش الشارط بسم الله بننشتغل طيب يلا نشوف اخترقها راح للي بعدها اخترقها راح للي بعدها اخترقها راح للي بعدها صح هاي ستوب لوس رجع اخترقها من ارجع مشتري صح طلع لمس اللي بعدها اول صفقة خلصناها من هون ارتد من ارجع مشتري رجع طلع صح اخترقها من بيع هون ووقف خسار هون اخترقها دخل اخترقها هون ارجع نشتري شوفو شارينا حققنا اول هدف طلعنا طلعنا كسارها اللي بعده شايفين كيف لما رجع ارتد من وين من الفالو ايريا الصفرة شوفو كيف ارتد لما رجع نزل من ال HVN نقدر نشتري هون كمان نقدر نشتري هون نستناه يطلع لفوق نستناه ينزل مرة تانية ونشتري هون هلا عم بينزل شو عمل كل مرة هو بينزل نزل HVN لمسها ورجع طلع شوف نزل هيك باونس باك وطلع طب هاي منطقة قوية صار فيها هاي منطقة صار فيها باونس باك قوي لان نشوف نزل وعمل له رجيكشن فلما نزل بعدين في المستقبل مرة تانية عمله رجيكشن وهذا اشي كان متوقع طيب طب هلا ما عنا ما عنا هستوري شو نعمل كيف نعرف وين العملة هتروح وما منقدر نعرف بدك تشتري عاد وتربحها تنين بالمية ثلاثة بالمية تطلع لانه خلاص يعني هاي كل تاريخ العملي اصلا ما بعرفش ويندها تروح هاي شوف ما شاء الله راحت طيب يلا نشوف النزول هلا شوف شو بصير في النزول اصلا ما عليكم فيه اصلا ما عليكم فيه طبعا ما عليش اسف اسف اصلا اصلا طبعا احنا هون منقدر نحط فوليوم بروفايل جديد تمام ونعتمد عليه شوف لمس المنطقة ارتد من عندها ومن عند الهبان رجع نزل لمس المنطقة ارتد من عندها شوفوا ما في سيول قوية ما في سيول قوية علامة مش جيدة كسرها خلاص تطلع من الصفقة هاي اسمها لكوديتي بول هلا راح نحكي فيها هاي اسمها لكوديتي بول هلا راح اشرح لكم اياها تمام نزل للفاليو ايريا تذكروا صار في احترام بسيط تمام بس خلاص هذا نزول خلاص يعني احنا خلصنا احنا مفروض نشتر احنا خطتنا كانت وين شراء الصعود هلأ في النزول نفس الشي بس بالنزول عشان تحدد يعني معلش انا دوقف لكم الشارط هاي محددي من وين من اخر النزول صح طيب يعني كله محدد من هون لهون طيب هذا كله جديد صار ما بقدر اعتمد على اللي صار هون بحيث ان يرجع يصير مرة تانية لما يرجع ينزل هون ما بقدر اعتمد على نفس يعني ممكن يحترم شوي منهم بس ما بقدر اعتمد عليهم طب شو عمل في هاي الحالة في هاي الحالة بتلغي كل اللي رسمته وبترجع خلاص هاي شوف طلوع نزول خلصنا حياة انتهت انتهت هاي الحياة دورة دورة سعرية انتهى تمام من هون منوقف منرجع من اول وجديد ساهم واحد اثنين ثلاثة ثلاثة مثلا على الصعود خلاص بعدين ترجع ترسل مرة تانية فبتعرف من وين لما ينزل رح يرتد عشان تعرف انه من هون رح يرتد ومن هون رح يرتد يعني شوف هاي منطقة من هون ارتد من نفس هاي المنطقة اللي في صار فيها تثبيت P-Shape فهذا كله ما تقدر تعرفه إلا لما تحدد فوليم بروفايل من المنطقة الجديدة لانه خلاص هاي المنطقة انتهت استخدمت فضروري انك تحدث يعني اذا هذا كله صار بدك تحدث ترجع تعمل تحليل لهذا الاشي خلاص لانه اللي شارين هون واللي شارين هون باعه هون خلاص هلا في ناس جديدة دورة جديدة حياة جديدة تمام فهايه احنا هيك هلا يعني اظن وضحنا لكم كامل موضوع الموضوع اظن موضوع بسيط يعني بس بدك انت تعيد يعني تمسكلك العملات تمسكهم واحدة واحدة مثلا ستيم تدخل على ستيم تمام ترسم اتش في انز تحدد تحط شمعات الست ساعات مثلا تمسح ترسم اتش في انز زي ما علمناكم تمام ساهم اثنين ثلاثة أربعة خمس اسهم ست اسهم ترسم اتش في انز عند كل واحدة تحط نقاط الدخول نقاط الخروج لحالك انت هتعرف وين ستوب بلوس وين تك بروفيت وين ريجيكشن اريا تمام اه هذا هو اظن موضوع جدا بسيط اه وهلا بدنا نحكي على موضوع الليكوديتي بول موضوع مهم جدا رح يساعدك انك تتجنب خدع الحي طيب حاليا بدي احكي على اشي اسمه الليكوديتي بولز وهذا اشي اللي مهم انا عم بجمعلكوا هاي الشغلات كلها مع بعض لانه كلها يعني مهمة طيب الليكوديتي بولز عبارة عن مناطق خدع طيب بروح بيعملها الحوت بهدف انه يعمل اشي مو قادر يعمله يعني مثلا الحوت لما كان السعر هون هون بده يشتري طيب كيف بده يشتري والكل عم يبيع تمام او بدل كل يشتري هون بدل كل يشتري طلع السعر لفوق صح طلع السعر شوف بدل كل يشتري طلع السعر que ابدأ ورىك هاي هاي صارت قبل فتره في البتكوين بدأ يشتري بدل السعر يطلع لفوق الحوت بده يشتري طب شو يعمل؟ هو كان عنده كمية كبيرة راح شو يعمل؟ راح باع بشكل كبير بحيث خلي السعر شوف هاي ذيل الشمعة ينزل لهون شوف؟ طيب شايف هاي الكل حاط ستو بلوس وين عند الخط الازرق الوجه الهيش فيان فالكل حاط ستو بلوس وين عند الهيش فيان فنزل ستو بلوس كلها تفعلت فلما تفعلت يعني نزل امر بيع بتكون في السوق اول ما نزل امر البيع مي شرا هو فلما انا بدي اشتري بكمية ضخمة شو يعني? يعني انا بقامن ان السعر راح يطلع لما انا اشتري بكمية ضخمة يعني بقامن ان سعر راح يطلع طبعا صح؟ او لا لا؟ صح طيب فبدي اشتري بكمية ضخمة شو اعمل؟ لو بدي اشتري حيطلع السعر فبروح بنزل السعر لما نزل السعر زي هون نزل بيسحب كل ستو بلوس طبع الناس وشو بيعمل بيروح بعدين خلص وو شرر شرر منهم كلهم matchup بطلع السعر لفوق تمام فهي مثال تاني شايف نزل السعر لهون المفروض الناس ترتد من هون مرتد حطين الناس وقف خسارة هون على هذا الخط مرتد نزل لتحت لهون فالكل باع 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 شرة منهم ورجع طلع السعر تمام طبعا صارت كمان مرة هون رجع نزل فوق هذا الخط ال HVN نزل لتحت نزل لتحت نزل لتحت عم بسحب أوردارات من 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 الناس فالليكوديتي بول مصطلح كلمة ليكوديتي بول عبارة عن مسبح في سيولة طب انا بدي سيولة بدي أبيع وبدي أشتري كيف بدي أجيب هاي السيولة وأشتري بروح بخلق هلع في السوق تمام فلما انا كنت اشتري مثلا بخمسين مليون رح نزلت السعر زيادة عن حده هون وخلت الكل بيعني فشرت منه فطلع طيب مرة تاني طب انا الميت مليون طبعتي بدي أبيعها حلو كيف أبيعها انا بقول لك كيف ببيعها يرجع نزل السعر انا شاري ميت مليون من هون بدي أبيعها شو بعمل بخلي السعر يطلع فوق شايفين هذا ال HVN صح وبعض الناس هون بكون عنده خط دعم طيب هون خليت الشمعة تسكر فوق ال HVN بعدين رفعت الشمعة فالكل فكر ايش انه انه ايش انه سكرنا فوق ال HVN يلا اشتري عساس انه يطلع فوق طيب فهو معا ميت مليون بدي يبيعهن هو معا ميت مليون بدي يبيعهن وين ببيعهن هون فهاي المنطقة منطقة سيولة معاكسة الاتجاه يعني هاي منطقة كلها ناس تشتري هون منطقة كلها ناس تشتري طيب انا بدي ابيع مية مليون هاي ما بعمل بOUدي السعر على منطقة الناس فيها قاعد متشتري يعني بOUدي السعر عمنطقة الناس راحت تشتري منها بOUدي السعر هون الناس بتشتري تشتري من مين من المية مليون attacked التي بدأ بيعها بعدين او بعدين متنزل السعر خاص انا بعت فالليكوديتيي بو لما تسير بتأثر علينا وما في طريقة انك تتجنبها بتسير فينا تمام لما تسير وتسكر شمعة زي هون خلال سكرت تحت ال HVN صحي مفروض تكمل ال HVN اللي بعده بس ما كملت رجعت طلعت لفوق رجعت طلعت فوق طب شو اعمل انا شو اعمل لما تسير الليكوديتي بول وترجع تدخل جوه ال HVN شو بهيك بقوة شوف ترجع تدخل جوه ال HVN اعرف انه في صعود جاي لما تشوف الليكوديتي بول هون اعرف انه فيه نزول جاي نزولchainipool هون اعمل لكوديتي بول هيا ضإنها حاية السعر العمول لما تكون لسبع الللى ست 60000 هاية هاية هيا Young-Likwidتي بول نعود francود نفس الشيءقي��تي بول هون نحن متخسر وهون وثلاث ست في ت oro اسنع سعب السعر لفوق عمل لكوديتي بول نزل السعر عمل لكوديتي بول رفع السعر عمل لكوديتي بول رفع السعر عمل لكوديتي بول نزل السعر ف اذا شوفت لكوديتي بول واكلته عراسي حتى اكلها عراسك بس إذا شفت liquidity pool وأكلتها على رأسك هاي علامة إيجابية بتنبهك قبل ما يصير اللي حيصير لأنه هون liquidity pool أنت من هاي الشمعة لما تسكر هاي الشمعة تحت وعندك ذيول برة اعرف انه فيه liquidity فيه هبوط جاي فخلاص بتبيع على طول من هون بدل ما تكون شاري تمام نفس الشي هون أنت هون الستوبلوس تبعك تحت ال HVN بس صار liquidity pool بعدين رجع دخل في ال HVN ودخل جوه ال HVN وهي كانت قوية جوه ال HVN على طول اشتري هون او اشتري هون اشتري جوه ال HVN ليش؟ لأنه عمل liquidity pool مدام عمل liquidity pool يعني وهم الناس أنه فيه نزول بس راح شرع منهم ففيه صعود دائما دائما إذا شفت liquidity pool اعرف انه فيه صعود دائما تمام فحتاكل liquidity pool على رأسك بس يعني علامة إيجابية أو منبه للسوم يعني شوف هنا مثلا هاي بالإيثر إيثيريوم نزل هون هذا خط ال HVN شايفينه 192 كل وقف الخسارة للناس 192 191 ولا حدا بتوقع انه ينزل 188 فكله حط وقف خسارة هون نزل السعر لهون صار liquidity pool صح وبعدين رجع ارتد وسكر فوق ال HVN رجع ارتد وسكر فوق ال HVN صح؟ طب شو يعني يعني عمل liquidity pool صح؟ مدامه ما سكر يعني سكر تحت ال HVN بس بعدين رجع يسكر فوق ال HVN يعني عمل liquidity pool وشرم للناس طب بدان في واحد عمل هاي الحركة وشرم للناس شو هيسير؟ هيوصل السعر لهون ووصل السعر ووصل كمل لفوق كمل يعني وصل الهدف تمام؟ فهي انت هكت بدان شوفت liquidity pool خلص تشتري هون يعني هون انا هون انتبهت على liquidity pool لما كان صارت liquidity pool هون بس انا انتبهت لما كان السعر هون فخلص شريعت هون ووصل وصل بعضهم مش عارف ناسي يعني بس وصل مع صعودة بيتكوين فصارت ولما فهي ميزة liquidity pool حتى كلها يعني انت حتشتري مثلا هون عساس ارتداد نازل هون ارتداد من HVN حتشتري هون وقف الخسارة هون حياكلك وقف الخسارة بس بعدها حيرجع يطلع ويسكر جوه ال HVN على طول بتشتري خلص لانه مبين ويسكر يصحب الفوق فللأسف حتاكل الخسارة لكن بالمقابل خلص انت حتعرف شو هيصير التوجه في السوق من نفس الشي لو صار liquidity pool فوق وما سكر فوق ال HVN زيب انت كنت متوقع على طول اطلع لانه هذا liquidity pool وهم الناس انه رح يطلع السعر وبدت الناس تشتري تشتري بس من من جاس الناس تشتري من مين منه فهو هون الحكمة فالليقوتي pool فانتبله منها طيب هذا هو لقوتي pool جدا بسيط طيب فيه شغلة ثانية اللي هي buy the bounce back buy the bounce back بالنسبة إلي طبعا نحنوش حكينا منقدر نشتري البounce back ال break out و rejection طيب فهذا P shape صح break out صح كسرو أنا بعد التجربة لقيت انه لما تشتري مش ال break out اللي زي هيك لا لما يرجع لتحت يلمس ويرجع يطلع اضمن ونتائجها احسن غير طبعا انه انه الكسر الاختراق اللي هو ال break out قويل تمام لكن لسه البounce back نتائجه احسن 40% من العادي اللي هو ال break out فالبounce back لما ينزل تحت يعني لما يطلع لا تشتري لما يرجع ينزل ويلمس ال HVN شوف رجع ينزل رجع نزل لمس ال HVN هاي اكيد رح يطلع تمام لمس ال HVN هون ويرتد منها فراح يطلع لفوق عمل هون liquidity pool صح ولا لا عمل liquidity pool عمل هيها liquidity pool الكل حاط وقف خسارة هون هون عمل liquidity pool سحب من الناس بعد نطلع فوق بعد نرتد فوق ال HVN طلع شوف شو صار هايها P shape لا نشتري اختراق لا نشتري اختراق وطلع شوي رجع نزل لانه ما شرينا هذا الاختراق حكينا ما نشتري الاختراق احنا نشتري الارتداد رجع هون ارتد من هون نشتري من هون وهي صفقة حقي شرينا من هون وطلع السعر وكمل طلع لهون اظن طلع بعدها 13% يعني ما طلع بس 6% طلع 12% فبالنسبة لي انا شايفها هاي من اقوى استراتيجية اللي هي bounce back طبعا كل واحد ممكن يرتاح الاستراتيجية كل واحد بالاخر بيعتمد انت انت وحظك انت العملات اللي عندك يعني كل عملة شوي بتختلف طيب دوريك مجموعة من الصفقات بشكل سريع بس عشان تحفظ الوليم بروفايل وعندي هون HVN على 1800 واقوى نقطة الدخول 1514 بس انا دخلت من هون من هاي النقطة من 1390 تمام وظل مكمل من 1390 ل200 تقريبا جاب بالHVN شوف لمس ال HVN اللي هون وارتد لتحد هيا سبقا انت داخلها طلعت منها 58% فهاي كان تصميم تبعي بس طبعا ما تستخدموا هاي الالوان خلص احنا يعني وحدنا الوان ال HVN زي ما حكينا فهاي صفقة صفقة اللي بعدها وريكم مثلا تحليل PQX عملت عليها تحليل اخذتها من فوق لتحت هذا ال Volume Profile تبعها هاي HVN تمام اذا عمل بس بريكاوت وين HVN اللي بعدها اللي كان فيه ارتداد عنيف من عندها هاي المنطقة تمام اخر هاي ال HVN يعني 40% اظن طلعت 20% لها لا ايشي زي هيك ما بعرف هاي هون نزلت Bounce Back كانت نازلة شوف ما عرفت تخترق ال HVN ما عرفت تخترق ال HVN نزلت لتحت لمست ال HVN اللي تحت تمام ارتدت شوي رجعت نزلت لمست ال HVN التحت ارتدت بقوة ولمست هون طبعا انا دخلت هون قبل ما توصل ال HVN طب ليش دخلت هون دخول جري وهو خطأ اصلا بس كملت ووصلت هدفها يعني طلعت من هون وصلت كامل الهدف اخترقت لانه هذا ال HVN وانده تروح ال HVN اللي بعده تمام ولما رجعت نزلت لهون برضو ترتدت من هون فهي ميز ال Volume Profile طيب ايش اللي بعده هيا صفقة QKC دخلت هون بها المنطقة تمام لانه هذا Black Hole تتذكروا Black Hole Low Volume Node منطقة اذا قربنا منها خلص حينفجر انفجار سعري صح ولا لا تتذكروا ارجعوا لأول فيديو Black Hole فانا دخلت من قبل لانه Black Hole غصبت عنه بيسحب السعر يعني الآن او لاحقا رح يسحب السعر لفوق فهي منطقة HVN الريد اللي احنا فيها بس انا مقرب الشماعات بقدر المستطاع قربت الصورة هيا شماعات الثلاثين هيا HVN هيا HVN تمام وشريت هون شريت هون تمام لانه خلص قرب على Black Hole ما في ثلاث ساعات نط اول بمب كمل لفوق شايف وصل رجع نزل رجع مرة تانية ارتد شوف من وين من ال HVN طبعا سحب وردارات من الناس شايفين هاي كلها وكمل لفوق وكمل لفوق كمل كمل اكتر من هون وصل الهدف وكمل لفوق عدل HVN لانه نكسرها فراح ال HVN اللي بعدها فهذا هو بس هيك يعني مراجعة سريعة طيب بدك حاب تشوف صفقات اكثر ادخل على تابعني في قناتي على التليجرام رح انشر يعني بنشر صفقات بشكل دائم واذا عندك حاب تسأل اسئلة اكثر على ال Volume Profile ادخل على Group رح حط اللينك تبعه هذا ال Group اسمه غرفة الابداع موجود على التليجرام بس ارجوكم هذا ال Group فقط فقط بترسل شارت وبتسأل يا شباب شو الخطأ ولا اشي يعني هذا عامل اسمه غرفة الابداع تابع لتحدي المليون تبعنا هذا ال Group هدفه عندك تحليل عم تعمل Volume Profile عم تتعلم من هذا الفيديو اعمل تحليلك ونزده على Group حين اذا انا كنت فاضي برد عليك وبقول لك والله ظبط هاي صحيح هاي فحرحط Link Group غرفة الابداع في ال Description هذا يا عزائي وصلى الله ومسلم ومبارك على سيدنا محمد في تكمل الكامل تاني لا اشي منسميه اللي هي Weekend Inventory اذا بتحبوا اكملها ممكن اكملها بس Weekend Inventory بشكل مختصر وسريع دراسة انا عملتها بشكل سريع هدفها اني اعرف تمام اللي بصير جوه Weekend يعني هاي جمعة سبت احد تمام عفوان سبت احد هاي يوم السبت والأحد اللي بصير يوم السبت والأحد لانه مش ايام دوام صناديق الاستثمارية اللي بصير يوم السبت والأحد شو بيأثر على الأسبوع كامل فعمل دراسة وطلعت نتيجة تعرفوا خلينا نكمل يالله مش مشكلة عمل دراسة وطلعت النتيجة هلأ اللي عملته الدراسة دا نتيجتها طبعا باختصار Weekend Open Above Weekend Close Bull Week Weekend Open Below Weekend Close Beer Week Weekend Open Equal to Weekend Close Random شو يعني هلا بوري Weekend Open Above Weekend Close شو يعني طيب يعني فتح الأسبوع فوق السعر اللي سكر فيه الأسبوع هون سعر فتح الأسبوع هون سعر تذكر الأسبوع طيب طيب كيف تعرف هذا الاشي بديك تستخدم مؤشر مش عارف مش عارف نش محضوض هون بديك تستخدم مؤشر اسمه اللهم صلى سيد محمد اسمه Bitcoin Killzone عشان طلع هاي هاي بديك تستخدم مؤشر اسمه Bitcoin Killzone تيجي على هاي اللي عملات رقمية Killzone شايفينه هاي طبعا كله كابتل ده هادا اللي كله كابتل هايو هاد 2122 لايك اضغط عليه اول ما تضغط عليه اه مش حطو هايو طيب اول ما تضغط عليه شوف شو رح يصير في الشارت رح يطلع لك زي هيك تمام اذا بتنزع تلتين دقيقة بطلع لك احمر واخضر وهيك طيب هاي من هون لهون شايف هذا هون سكر الأسبوع هون فتح الأسبوع شايفين هون سكر الأسبوع هون فتح الأسبوع هاي استراتيجي حلوة انا بعملها اه مرة كل أسبوع بتعملها يوم الجمعة اه عفوا يوم الأحد بالليل تعملها طيب بتروح بتشوف وين الأسبوع سكر هون بتحط نقطة عند اخر خط أحمر هيهم وبتحط نقطة هون يعني اول ما يفتح اليوم يعني او احنا خلاص ضي لنا كم ساعة بيفتح اليوم بحط خط هون خلاص طيب وباجي هسه شو بحكيه بحكي طيب هل لما احنا فتحنا هذا الأسبوع اليوم فتحنا تحت المنطقة اللي سكرنا منها ولا فوق المنطقة سكرنا فيها يعني شوف احنا هون سكرنا صح وين فتحنا هون نفس السعر يعني شوف فتحنا بنفس الرينج فمنطقة متساوية اذا كانت هاي الحالة ما بتقدر تتوقع شو حيصير في السوق لسبوع القادم تمام لكن اذا فتحنا فوق المنطقة اللي احنا سكرنا منها يعني الاسبوع حيكون اسبوع صعودي تمام اذا فتحنا يعني شوف هون احنا هون وفتحنا هون الاسبوع رح يكون اسبوع صعودي تمام او رح نسكر نفس المكان اللي فتحنا منه يعني يا اسبوع صعودي يعني مش خسران باي حال يعني لو شريت هون لانه احنا هون فتحنا وهون عفون هون سكرنا السوق وهون فتحنا السوق انت بتشتري هون خلاص أول يوم في السوق لأنه إيجابي تتركه شوف الحال وشوف كم طلع يعني أنت مش لازم تستنى نهاية الأسبوع شوف كم طلع 18 بالمئة تمام هذا بسموه الويك اند انفنتوري وسبب الويك اند انفنتوري ورعا نحن نحكي هذا بالآخر تابع للفوليوم تابع للماركت تابع للعرض والطلب للمزاد زي ما احنا حكينا الويك اند انفنتوري هو شو صار بالويك اند يعني بالويك اند هاي هاي اللي هنا الويك اند هاي الناس بتكون مش منتبهة الناس بتكون طالعة الشركات شو بتيجوا تعمل بتشتري بهاي الأوقات لأنه وقت نايم الناس مش منتبهة تمام فبتشتري الشركات بهاي الأوقات او بتكون الشركات مش منتبهة في هاي الأوقات ومشغولة فبيروح بيفتح السوق في هاي يعني بيفتح السوق بلاقوا انه الويك اند كان سيء جدا فبروحوا بيعملوا تصحيح للخبطة اللي صارت في الويك اند تمام بيعملوا تصحيح للأخبط اللي صارت في الوكند فهذا الأسود هو الوكند طيب أنا عملت دراسة وطلعت النتيجة عشان انت تعرف تمام؟ ب 60 بالمئة من الحالات إذا الوكند اopen أبوف وكند اتلقى يعني فتحنا الأسبوع فوق السعر يسكرنا في الأسبوع ب 60 بالمئة من الحالات الأسبوع بيكون بل تمام؟ في 25 craziest من الحالات، الأسبوع بيكون بير يعني، بينزل عن النقطة اللي زÇaven نحن فتحنا من الزص يعني، بينزل عن نقطة اللي احن، عن ولن بفتحنا الأسبوع، اول يوم، أسبوع، يوم، يوم الاثنين مثلاً على أربعمائة دولار الأسبوع بسكر بول، ستمائة دولار فتحنا أربعمائة دولار، فقط ب lieu 25 من الحالات بسكر تحت الـ 400 دولار في 1500 من الحالات، م freezeEL يعني، يسكر بالنفس المكان الفتح منه، تمام؟ ع $ и احتماني 60% انك تُربح في هاي الإستراتيجي ولكنها الإستراتيجية.. ليست تى تخدماً كثيراً تعملها مرة بدو الأسبوع بدو عملتين وهو يعطيك مثال سَكَّرُ الأسبوع هنا وفتح الأسبوع هنا الأسبوع للبعدة سُكِّر الأسبوع هنا فتح الأسبوع هنا الأسبوع اللي بعدة سُقِّر الأسبوعzenie بُُُُُ! بُُُ! بُُ! بُل ترى كيف بُل بُّ! بُل طبعاً ثور وي Kang будут بسوق الأسهم 比رب المالي بشكل عام. البير دل بالدب أعني سلبي, يعني هو ثليل, والنفس الشي, سكر السوك chaîne net, سبع السيخ هنا أسبوع إيجابي. حلو؟ نفس الشي. فتح السوق هون. سكر الأسبوع هون. عفوان. سكر الأسبوع هون. وفتح الأسبوع هون. الأسبوع اللي بعده إيجابي. تمام؟ وتستمر يعني نفس الفكرة. طيب اللي بعدها. اللي هي. إذا سكر الأسبوع. ما بتاويل. يعني فتح الأسبوع هون. فتح الأسبوع هون. فتح الأسبوع عفوا هون لما فتح الأسبوع كان تحت النقطة اللي سكر منها. يعني هون يعني. هون. في الويكند نزل السعر. تمام. في 30 بالمية من الحالات بيطلع السعر. في 50 بالمية من الحالات بينزل السعر في 20 بالمية للحالات ما بكي ي تبعir إشيء. لذلك أنا بالنسب поддерж ما بتداول هاليا symptomatic. يعني ما بتداول إلا إذا فتح الأسبوع فوق السعر اللي سكر فيه ascent. تمام؟ سكر الأسبوع هنا، فتح الأسبوع هنا، وقلعنا بل لا تستطيع أن تتوقعه، جربت وعملت دراسة، فتح الأسبوع هنا، فتح الأسبوع هنا، بير فخمسين مئة، خمسين مئة، يعني مش محرزة فإذلك أنا شو عملت؟ لقيت إنه الأحسن يتم تداول فقط في حالة فتح الأسبوع فوق إغلاق الأسبوع بس، تمام؟ الحالة اللي بعدها، إيش بيصير طيب لو فتح الأسبوع؟ يعني سكر الويكند هون وفتح الويكند هون، شو بيصير؟ مئة بالمئة راندوم، عشوائي تماماً، يعني كل العينات اللي عملت عليها بحث عشوائي ما بتقدر تعرف شو هيصير في السوق، لأنه كانت منطقة تجميع، بس ما بتعرف انت هاي تجميع شورتين ولا تجميع لونغ ولا كده، فما بتبين، لذلك الإستراتجية الوحيدة لقيت إنه ممكن أنا أتداولها بالويكند انفنتوري اللي هو الكمية السبلاي اللي تم تداولها خلال الويكند، إذا كانت إيجابية، يعني إنه في واحد عم بحاول يشتري، والشركات الكبيرة مش منتبهة يعني صندوق استثماري بحاول يشتري، والصندوق استثماري التاني مش منتبهة، فبطلع السعر، لما تيجي الصندوق استثماري يتداوم يوم الاثنين، تلاقي السعر طالع في الويكند، على طول برضو بيشتروا، تمام؟ فبتصير طبعا حرب، بيشوفوا من أقوى هل هم هدول الأبو الألف و ألفين دولار يشارين، ولا شراء سيولي قوية جدا؟ إذا شراء سيولي قوية جدا، بيشتروا، وبيكون أسبوع كامل، إيش أسبوع صعودي، تمام؟ فهذا بالنسبة للويكند الإنفنتوري، هذا هو عزائي، أتمنى أني كنت أفدتكم في هذا المحتوى، أتمنى أن تدعولي بدعوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يديم علي صحتي وعافيتي وعقلي، ونعمة محبتكم، ونعمة المال، ونعمة الصحة، كل شيء، ونعمة الزوج الصالحة، والأهل، بس بس أعلم أنكم تدعولي، الله يسعدكم، ولا تنسوا أنكم تعملوا سبسكرايب للقناة، ولا تنسوا أنكم تنشروا هذا الفيديو، وفيه شغلة أخيرة، طيب شباب، هلأ شغلة أخيرة، كل البرزنتيشن هذا اللي أنا عملت لكم إياه، هذا هو، نفسه، لا ما فيه أي أضافة عليه، ولا إشي، هذا البرزنتيشن أنا حطيته على موقع، ورح أعرضه بسعر، المبلغ الرمزي لهذا السعر هو دعم للكتاب اللي رح أعمله على الفوليم بروفايل، يعني أنا الآن عم بأقل في كتاب، على الفوليم بروفايل، يعني إذا استفدت من هذه الدورة، يعني أنا أعطتك كل شيء، يعني ما في ولا شيء، بس إذا حابب هذا الملف زي ما هو، يعني حاب تأخذه، تمام؟ رح أحط أنا هذا الملف على موقع سيلي، الرابط موجود في تسكريبشن، بـ 99 دولار، بسيط جدا، الشراء من خلال العملات الرقمية فقط، يعني إذا إذا متداول تشتري عملات الرقمية، ممكن أن تشتري، فتدخل تحط مثلا، بدك تشتري بيتكوين، ربل، بدك تشتري بيتكوين، حط أي إيميل، أو عفواً، الإيميل اللي بدك تستلم عليه الملف، وعمل باي، تمام؟ بعدها رح يطلع لك أدرس تحول عليه البيتكوين، تمام؟ فلازم تحول البيتكوين على الأدرس هاد، الكمية لازم تحولها هي هاي، بيطلع لك هون الرقم، بس بديك تنتبه أنه ضروري أنك تحول لهذا الرقم المكتوب، يعني عمولة المنصة ما تكون مسحوبة من هون، لأنه لو كانت مسحوبة من هذا الرقم ما رح يوصلك الملف، لأنه system هذا، automatic، فضروري أنك تأخذ الرقم زي ما هو، تمام؟ وتحطه في المنصة، وتضيف عليه عمولة المنصة، انتبه، ضيف عليه عمولة المنصة جعل، وتحول watch. Ötomaticamazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmazmaz extremesJOEy فهايه بالعكس انا يعني قدمت الدورة بشكل كامل مجاني وبس حب انه يعني تدعمونا في موضوع الكتاب اللي حين نعمل فاذا انت حاب انك تشارك وتساهم في دعم الكتاب اللي راح ننشره عن الوليوم بروفايل هيكون كتاب كامل بالعربي طبعا يعني جزاك الله وكل خير وغيره هذا شكرا عم شاهدتك ولا تنسانا من دعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة